يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة النهار في كل مكان وحلقة جديدة من بلاس 90 الحلقة النهاردة يا جماعة والله بص نارية عندنا كلام كتير جدا مهم بالتحديد في ظل الاحداث اللي بتحصل على الساحة الرياضية المصرية وبعض القرارات اللي بتتعلق بالاتحاد المصري لكرة القدم وازمة القيد بتاعت نادي الزمالك وايضا فيما تتعلق بمنتخدمة الوطني للشباب بعد الهزيمة النهاردة امام ناجريا والفرص بتتقلص في إطارات تأهل للأدوار المجبلة من بطولة الأمام الأفريقية للشباب اللي بتقام هنا في مصر على ملعبنا ووسط جماهرنا والمؤهلة لكأس العالم بإندونيسيا قريبا جدا فبالتالي في حاجات كتير مهمة لازم نتكلم فيها من ضمن الحاجات كمان المهمة قوي النهاردة في الجزء التاني من الحلقة الجزء التانية مش بعيد ده كمان كم دقيقة يعني حيشرفنا وينورنا في الستوديو اللواء أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق ومدرب حراس المرمى في الجيل الزهبي من الناس اللي بساطتنا من الناس اللي أسعدت كل الشعب المصري من الناس اللي حققوا ألقاب وعايشونا في وقت كل فرحة كنا ملوك أفريقيا كنا مناخد بطولة الأمام الأفريقية كده وإحنا قاعدين حطين رجل على رجل هو واحد من الناس اللي كانوا موجودين في المرحلة العظيمة دي هنفتح معاه كل ملفات وحنتكلم في كل الأمور بمنتهى الصراحة والوضوح زي ما أنتم متعودين دايما مننا في بلاس 90 طيب نضحك شوية عارفين؟ عارفين فيلم بوحة؟ عارفينو؟ فيلم بوحة أعطاك الناس كلها عارفاء فيلم جميل مضحك يعني فيلم يدحكك ممكن يغير مودك خليك كده قاعد مبسوط أنت وأسرتك تدحكوا بتشربوا كوباية شاي كوباية قهوة بتاع فالفيلم حلو في لقطة في الفيلم ده وبوحة الراح يتخنق مع ولادة ابو اسماعيل عارفها؟ لقطة ولادة ابو اسماعيل لما راح قال له ولادة ابو اسماعيل قال له ولا ولادة ابراهيم قال له لا أنت بتهرك بقى راح ودخل فتح سدره ودخل خنقه هب مع مين؟ ولادة ابو اسماعيل إيه اللي حصل؟ أكيد عارفين اللي حصل؟ خرج هو الحمد لله أنه خرج آه كله ده يعني خد إيه؟ الوجب بشكل محترم يعني المشهد ده جيب زهني على طول بصراحة 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 في المشهد الحالي اللي بيحصل في الرياضة المصرية وأنا هنا لازم أحيي بص بص ركز معايا في كلام أنا بحيي مسؤولي نادي الزمالك اللي نجحوا أنه هما ينتصروا على الاتحاد المصري لكرة القدم تحية برافو بصراحة بمنتهى الصراحة ناس جندين ناس أقوى من الاتحاد الاتحاد اللي خد قرار وفتح سدره وهو مش قد القرار ده هل إحنا بنقول حاجة غلط؟ هل إحنا بنحكي قصة محدش عارفها؟ هل إحنا اتحاد الكورة وأعلننا البيان اللي كان يوم واحد وثلاثين إن أي كلام بيطلع بخصوص الكود ده كلام مش حقيقي والزمالك لم ينجح في كود لعبيه؟ أو صفقاته؟ إحنا ولا مين؟ ها؟ اللي اتحاد صح؟ مش كده؟ حلوة لكن في حقيقة الأمر والله العظيم يا جماعة أنا من أكتر الناس السعيدة بأن التلاتة الجدد في صفوف نادي الزمالك أحمد بالحج وناصر منسي ومحمود شبانة إنهم حيشاركوا لأن ده في الأول وفي الأخر أكل عيشهم ده في الأول وفي الأخر أكل عيشهم فأنا ساعد بالقرار اللي خرج من لجنة التظلمات النهاردة بس خلي بالك ده قرار لكن مش إجراءات صحيحة إحنا لسه عند كلامنا اللي قلناه من أول يوم من يوم واحد وثلاثين بالليل كنا في حلقة هنا في بلاس تسعين واحد تلاثين يناي وقلنا لحضراتكم إن الإجراءات وقلنا ساعدها بعنوان عريض جدا قلنا صفقات الزمالك في خطر وشرحنا لحضراتكم الكسة وفضلنا ماشيين معاكم واحدة واحدة ويوم تلو والآخر بنشرح لكم تفاصيل الموضوع الإجراءات ما تمتش ليه؟ لأن الزمالك ما دفعش الرسوم بشهادة أعضاء اتحاد الكرة المصري لما تيجي تتكلم مع الدكتور إهاب القومي فكان فيه لقاء مع الأستاذ الكبير الإعلامي المحترم أحمد موسى مفيش من كام يوم فاته وقال له الزمالك لو كان دفع الرسوم بس كان اتحاد الكرة حيقيد اللعيبة غزبا عن عينه عن عين اتحاد الكرة يعني ده تصريح على لسان أنا شفته فيديو خشي دلوقتي هتلاقيه في أي حتة تصريح على لسان قل له الزمالك كان دفع الرسوم كان اتحاد الكرة قيد ده معناه إيه؟ إن زمالك مدفعش الرسوم ده معناه إيه؟ إن الإجراءات ما تمتش بالتالي إيه؟ اللي بيحصل دلوقتي ده انتصار لنادي الزمالك ومسؤوليه انتصار لنادي الزمالك ومسؤوليه ما فيها شغل كده لأن يا جماعة بمنتهى الصراحة بمنتهى الصراحة النادي الوحيد في العالم وفيه التاريخ اللي نجح إنه يقيد لعبيه أو صفقاته الجديدة في وقت لا يا حكة له القيد في وقت الباب مقفول باب القيد مقفول النادي الوحيد في تاريخ الكرة في العالم في كل الدوريات اللي نجح إنه بعد 22 يوم من غلق باب القيد إنه يقيد لعبيه سيبك بقى من اللي يقولك أصل اللعبة كانت متسجلة والاتحاد عامل فيلمه وبيهزر ومش عارف قوة عشان بيساوم لعبة لا لا يا جماعة مش هيدحك علينا يا جماعة ده تهريج اللي يقولك الكلام اللي زي ده اعرف إنه واحد في اتحاد الكرة ومسؤول بارز وهو عنصر مهم في كل الأزمات اللي بتحصل للاتحاد الكرة هو اللي موصل له المعلومة يقولها كده أي حد يقولك أصلهم كانوا متسجلين أصلهم كانوا مش عارف إيه أصله هو اتحاد الكرة عامل فيلم وحركة وبتاع على الزمالك عشان ياخد فلوس ده كلام مش حقيقي بالمر ده كلام مش حقيقي بالمر ليه بقى لأن لأن اللعبة اتأيض بتاريخ النهاردة أو مبارح خدت لي بالك اللعبة مش متأيدة من يوم واحد وثلاثين طيب هتقول لي لا يا سيدي متأيدة من يوم واحد وثلاثين والكلام اللي بيتقال ده صح هقولك طب يا حبيبي اللعبة دي ليه مش مدرجة في القائمة اللي افريقية بتاعتنا دي الزمالك لأن المفروض بالتبعية طبع ما تأيده في القائمة المحلية بتاعتك فالزمالك مش جاي بالتلات صفقات الجديدة دي عشان لعبوا معه في المحل بس لا جايبهم عشان لعبوا معها أفريقيا فليه ما نزلوش في القائمة اللي تم الاعلان عنها يا جماعة القائمة دي كانت يوم كام يوم 9 فبراير ليه ما تمش إدراج أسماء هلاء اللعبين في القائمة ها إذن إيه إذن هما ما كانوش متأيدين إذن إيه إن ده ما كانش فيلم من اتحاد الكورة إذن إيه إن الإجراءات لم تكتمل إذن مين المزنب مين اللي غلطان مين اللي عايشنا في فترة فيها أحداث زي دي وهات وخد وشد وجذب وبتاع وما بين الزمالك والتحاد الكورة هو الاتحاد نفسه هو الاتحاد نفسه أيوة هم دول قدام حضراتكم هم دول الشخصيات المحترمة اللي بناكل ليهم كل التقدير والاحترام على راسنا من فوق أنتون الشخصيات محترمة جدا وبنحترمكم لأبعد درجة لكن على المستوى الإداري لا بصراحة جماعة أنتوا عليكم علامات الاستفهام كتير قوي لا 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 يتاخد قرار وتبقى قده يا ما تاخدوش أصلا يتاخدوا القرار وتبقى قده يا ما تاخدوش أصلا يعني بقولك يعني هو أنت مش عارف أنت لما تاخد قرار زي ده مع نادي كبير بحجم نادي الزمالك نادي كبير بجماهرية عظيمة زي جماهرية نادي الزمالك مش هيبقى عليك ضغوط مش هتبقى عارف الدنيا إيه اللي هيحصل فيها والضغوط هتبقى عليك عاملة إزاي ومش عارف إيه كلام من ده لا يا حبيبي عارف فطالما أنت عارف ما كنتش تاخدو القرار من الأول طالما أنت عارف ما كنتش فتحت صدرك طالما أنت عارف ما كنتش تبقى بالجرء الجامدة دي اللي نزلت على فشوش آه نزلت على فشوش هتقول لي ما هو القرار مش طلع من اتحاد الكرة طلع من لجنة التظلمات أنا بس عايز هي السؤال كامل الاحترام التقديج طبعا لجنة التظلمات ما فيش أي مشكلة خالصة بس هو أصلا فين العقوبة اللي علينادي الزمالك عشان ملاف يتحول لجنة التظلمات هي لجنة التظلمات دي يا جماعة بتاعت ايه لجنة التظلمات دي وكامل احترام التقديج ليهم كمستشارين كبار في اللجنة هي لجنة بيتم اللجوء لها لما يكون في عقوبة ضدك وانت عايز تتظلم على هذه العقوبة عشان تحاول تاخد قرار جديد يخفف من العقوبة يشيل العقوبة الكلام اللي زي ده هل في عقوبة مواقعة للنادي الزمالك مفيش عقوبة مواقعة للنادي الزمالك الزمالك يحق له الكيد لانه مش مقوف كيد مفيش عقوبة مواقعة للنادي الزمالك اما لقصة القصة كلها ان الاتحاد بيحاول يخرج نفسه من الصورة اللي هوم حط نفسه فيها ازاي ايه ده ده انا خدت قرار صعبة او ده انا خدت قرار ده للدنيا كده هتبقى صعبة جدا علي وضغوط رئيس الزمالك وجمهوري الزمالك وي 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 طب اعمل ايه ابعت لفيفا هب يا فيفا النبي اللي حقولني يقولولي اه او لا عشان اقول لهم احطي القرار ده فعليهم هب الفيفا راحت لقات زين اهم قالت لهم ايه قالت لهم ايه قالت لهم ده شأن داخلي بتاعك انتو بس المهم الاجراءات تكون صحيح قال لك الله طب خلاص احنا تعالى نحاول اللجنة التظلمات المهم نخرج احنا نتنصل احنا من المسئولية اللي احنا حطينا نفسنا فيها فلجنة التظلمات هي اللي تاخد القرار فلما يخرج القرار يبقى مش احنا لا احنا جامدين برضو احنا اخدنا القرار بتاعنا بس ايه لجنة التظلمات هي اللي قرارت هتتحقوا على مين حتتحقوا على مين كورة الملتهبة اللي أنا أقعب أليق سبقاً بأتكلم فيها اللي راح تعملها تسافر من هنا لسويسرا لفيفا من الفيفا هنا للاتحاد للاتحاد قاعة تانية أو غرفة تانية جوة للاتحاد رجل تنتظلمات مش عارفة عملة تترمي من هنا لهنا لهنا المسؤول عنها الأول والأخير هو التحاد الكور المسؤول الأول والأخير عنها هو التحاد الكور واخد بالك ولا لأ طيب التحاد الكور هو عايز يساوي ما بين الأندية وبعضها أنه لما بعد خطوات لكل الأندية يا جماعة عليكم مديونات يريد تسددوها كل الأندية جريد تسددت معادة مين؟ معادة النادي الزمالك تمام؟ طيب نادي الزمالك جي في الآخر آخر نص ساعة أنا عايزة أيها تلعبتي طيب فيه ما سددتش المديونية ليه؟ معلش حط بس في اعتبارك عشان نبقى برضو صراحة مع بعض المديونية لا تمنع الكيد يا جماعة إحنا مش نتكلم هنا في موضوع مديونية إحنا نتكلم في موضوع رسوم لم تدفع رسوم تصل لحواية ثلاثة مليون جنيه مقابل الصفقات دي ما تدفعتش بالنسبة لنادي الزمالك فبالتالي آه اتسجله على السيستم لكن قده هم ما تمش اعتماده أو الموافق عليه من قبل الاتحاد وأخي بالك لكن انت كالتحاد كورو عايز تساوم نادي الزمالك على الفلوس اللي لك عنده يا باشا أيدهم ما تطلعش كارنهات الكارنهات النهاردة رئيس نادي الزمالك أعلن تمام وطلع بالكارنهات وطلعه مش حقه الراجل حقه يفرح يتبسل انتصر حقه ما عادش يقدر وغير كده يا هم قدام حضراتكم فانت كان المفروض تعمل ايه كالتحاد كورو طيب ما يشي يا سي أنا حقيد لك تديني بس الفلوس أنا حقيدهم لك اهو بس لشي هطلع على الكارنهات لو يا جوز الكلام ده يعني وأو ما تدين فلوس تفضل كارنهاتك يعني اللعيبة بتاعتك مع الله كما تلعبش الغتل ما تديني فلوس ممكن من ضمن من ضمن الحاجات اللي ممكن تفكر فيها كتب واخد بالك لكن اتحاد كورو ما عملش كده تعالي الجرأ الكورو خد قرار وده سفي بس أنا بشوف في الحقيقة يعني دي رسالة واضحة وموجهة من اتحاد الكورو لكافة الاندية في الدورة بمصر بمتاز يا جماعة احنا اتحاد كورو بنقول لك فاخد بالك احنا اتحاد كورو بنقول لك لو الظروف مساعدتكش انك تأيد اللعيبة قبل غالق باب القد ما تقلقش احنا سدرنا حنين حنقيد لك اللعيبة في الوقت اللي انت عايش على طول دي رسالة موجهة لكل الاندية من اتحاد الكورو اي فترة كده بقى صايفية شتوية الباب قفل ما تقلقش يا حبيبي ايو هتقلق كنادي روح لاتحاد الكورو قلو لا انا هسجل بقى اي العيد في السيستم وقت ما انا عايز وايده وقت ما انا عايز يعني هسجله قبل غالق باب القد واقيده وقت ما انا اقول لك على حاجة والله في ناس اتحكتني عمال اقلب كده على تويتر لقيت حد كاتب ايه انا بطالب مدير التعاقدات مثلا في النادي الفلاني انه هو يروح يجلب لنا الصفقة اللي احنا محتاجدنا الباب القد الباب القد مفتوح والله عاد تتحك والله عاد تتحك ما هو خلاص ما هي بقت كده هي بقت كده وقت ما انا عايز اجيب حد واقيده حتتأيد يا حبيب ما فيش اي مشكلة خالص بس انا بقى او احنا كبرنامج احنا بنطالب الاندية المصرية انه هم مراعاة للمصلحة الكورو في مصر ايه وقتوا تتعانوا على صحة المسابقة ايه وقتوا تتعانوا على صحة المسابقة انا بتكلم بجد والله العظيم لان احنخش في دوامة تاني لان لو جي نادي دلوقتي هبط بعد نهاية الموسم وقال لك لأ انا ممكن استغل القصة دي والغي الهبوط السنة دي هنخش في قضايا ومشاكل كبيرة قوي واجراءات لم تتم بخصوص كده لعيبة لعبة ما يحقق لاشي انها تلعب فممكن المسابقة تبقى في خطر او نادي كان ينافس على القمة يروح يشتكي فممكن المسابقة تبقى في خطر لكن طبعا الف مليون مبروك لنادي الزمالك واجهة مهيره ولعبته الجديدة لان هم لعبة كبار لعبة مهمة لعبة مؤسرة وحظيف مليز بـ 100% لنادي الزمالك وانا لما كان نادي الزمالك وجمهوره والله العظيمة ادائي جدا جدا على ان اللعبة دي ملعبتش للأربع مطشط اللي فاتوا من بداية الشهر ده من السبب كده اتحاد الكور وده اكرار منه ودليل ان هو عيدهم لك في الآخر فانت دلوقتي طب انت حبيبي حرامت نادي الزمالك من اللعبة دي ليه ما هو نادي الزمالك لعب اربع مطشط على المستوى المحلي والمستوى الافريكي في مطشط مطشط كسبو ومطشط تعادل ومطش خسر او حاجة تمام ما استفدش من اللعبة افريد اللعبة دي كانت لعبة كانت حجيب لي الزمالك النقط كلها مثلا او تكسب او تخلي مسيرة الزمالك وافريكي افضل من كده فانت كالاتحاد انت ضريت نادي الزمالك الحياة تقال انت ضريت نادي الزمالك اما هو ينفع تقايد ما ايدتش ليه من الاول اما هو الدنيا بسيطة صعبتها ليه من الاول والله العظيم حاجة هم يدحك وهم يبكي زي ما بيقولوا يعني في الامن سلم مش قوي اول من الناس بعض لكن بتيجي كده هم يدحك وهم يبكي والله احنا بنشوفه ده شيء مضحك شيء مضحك ده اندال يدل على ايه مش قوت مجلس ادارة نادي الزمالك على قد ما هي ضعف لاتحاد الكورا نفسه لكن هو مجلس ادارة نادي الزمالك بانتصاره ده فهو قوي اللي يقول له غير كده هو بيحق لا هو قوي خلص الدنيا بح خلصت انا دخل في قضية وفي حربة هكسبها هكسبها هتقول لي بقى ازاي مش ازاي دي مش مش مشكلتي على مشكلتي في الاتحاد ويا جماعة التجربة اثبتت مما لا يدعو يدعي مجال الشك ما فيش اي شك في القصة هقول لك عليها دي ايه التجربة اثبتت ان الاهل والزمالك اقوى من الاتحاد ومن اي مجلس اتحاد او دي حقيقة جمهور الاهل والزمالك هم الاقوى ودي حقيقة فانت تفتحش صدرك بس اوليك المرة كام ما تفتحش صدرك قدام الاندية الجامهرية كبيرة اللي زي دي ما فيهاش بقى انت خلاص كده اتكشفت وخلي بالك انت مش مكشوف من النهاردة لا انت مكشوف من اختبارات كتير او انت مرد بيها بما اننا هنتكلم بقى على الاختبارات ورب اكون قلت كل نفسي فيه في الموضوع ده النهاردة يا جماعة النهاردة منتخذنا الوطني الشابق خسر من ناجاريا للأسف الشديد بعد ما تعادل مع موزنبيك تمام الماضش اللي فات 0-0 الماضش النهاردة خسرنا من ناجاريا 1-0 ناجاريا اللي خسرت من سنغال 1-0 السنغال اللي كسبت موزنبيك النهاردة باين عندها 6 نقط فانتهينا على ملعبك وسط جمهورك اهي النتاج قدام حضراتكم السنغال كسبت 3 وناجاريا انا شايف يا جماعة انا شايف وناجاريا كسبت مصر 1-0 تمام فبالتالي احنا موقفنا صعب موقفنا صعب ليه ها عشان احنا ما عندناش معايير للاختيار سواء كمدير فني المنتخب مصر اه الفرص موجودة انا معاك الفرص موجودة يا رب باذن الله واحد احد دعواتنا كلنا باذن الله ربنا يكرم منتخبنا الوطني للشباب ويكسب السنغال ونصعد احسن توالد يا رب لكن مش معقول يا جماعة بقى احنا ما متعلمش احنا في 2019 منتخبنا الوطني الاول ها خرجنا من دور الستاشر خروج بفضيحة خسرنا من جنوب افريقيا على ملعبنا مش اكلنا كان وحش جدا فليه عشان جبنا اجيري والحق اجيري ماشي في استراتيجية معيه لو انه بيخد اللعيبة الكبار اصل البطولة معلعبنا لا مش عفق حكش تمام وبعد كده قلنا لا لازم بنتعلمنا خطاءنا والدروس اللي عاد مش عفق النهاردة حضرتك كامل احترامي يا تقديري الكبير جدا لشخصية الكابتن محمود جابر المدير الفني المنتخب مصر بس يا جماعة برضو معلش يعني فيه هنا دماغ فيه مخ نفكر الكابتن محمود جابر اللي له كل الاحترام والتقدير ايه هي او ايه هو السيفي بتاعه عشان يمسك منتخبنا الوطن ده سؤال بريء سؤال بريء على فكرة الكابتن محمود جابر ما يتلامش هو اللون كله على الاختار الكابتن محمود جابر اللون كله على الاختار الكابتن اهاب جلال وقعده اصبعين ومشاه اللون كله على اللي جاب لجلة كلاتنبرج وخليها تمشي اللون كله على اللي بياخد قرارات بدون اي معايير وبدون اي دراسة هو اللون كله على الناس دي ما تخليش حد يضحك عليك ويوديك في حتة تانية لأ انت اللي بتختار انت اللي هتتحاسب انت اللي هتتحاسب لان انت مش مدرك اسم بلدنا الحبيبة مصر ده اسم عامل ازاي انت مش عارف مصر دي مصر ده كفاية مصر ايجيت لو مش راخد بالك من ايجيت ده تاريخ ده اسم كبير في الكرة يا جماعة والله العظيم الواحد صعبان عليه ان احنا في كل المجالات بقلابة دتفاخمة الرئيس عبد الفتاح السيسي ماشيين بشكل كويس وعملين نطور هنا وهنا وهنا في كل حتة وبنحاول نشوف هي اللي نواقس ونعملها والناس بتبزي الجهد ما بعده جهد تيجي از كرة القدم تلاقي الدنيا واعة واخد غطس واخد غطس المنظومة الوحيدة اللي ما بتتطورش اللي ماشي بالمجاملات اللي ما فيش اي حاجة فيها عدلة بتتعمل خالص هو اختيار كابتل محمود جابر ده عن طريق كفاءة ربك يكون راجل كفء بالمناسبة لكن في نفس الوقت انا ما فيش دلائل اللي تقولي كده ولا بالمجامل لا لا بالمجامل طب ازود لك حاجة عشان تصدق كلامي انا عارف انك والله مصدق كلامي حاجة لكم لقطة من فيلم تاني النهاردة الافلام جاية في الناغي كده والله معاني مش بحفظ والله عارفين فيلم على اولاية الدين الله يرحمه اللي هو كان اسمه الناظر يا جماعة صح لما قالك ايه راح دخل عند مدرس التاريخ فلا بيدي حسة فرنساوي يا رب اكون بقول صح يعني فراح اقول له ايه هو انت مش مدرس تاريخ قال له انا مدرس فرنساوي لحد ما يجيبه مدرس فرنساوي صح الناظر او برافو عليكم هو ده فعلا ما اشهد حصل تعال احكيه لك انت دلوقتي كالجهز لمنتخب مصر للشباب حلو فانت بتكون اعضاء الجهز معايا معايا فلما بتيجي تختار ناس متخصصة فكل حاجة انت محتاج فيها المتخصص ده يعني لما تيجي مثلا بتتكلم عن منصك اعلامي فبتجيب منصك اعلامي راجل صحفي راجل دي وظيفته راجل يجيد في هذا المركز او هذا الموقع من المسئولية الكابتن محمود جابر اتعرض عليه احد الزملاء الاعزاء اللي باحترمهم جدا والشاطرين جدا في شغلتهم ان هو يكون منصك اعلامي لمنتخب الشباب اتعرض عليه من مين من الكابتن حسام بدري انا بقولك او صراحة انا وش وش بالاسماء كابتن حسام بدري ايه كابتن محمود ازاي اخبارك ايه عامل ايه كله تمام طب بعد اذنك كان عندي فلان الفلاني صاحبي وحبيبي وشخصي محترم بعد اذنك عينه منصك اعلامي حاضر خلاص يا كابتن حسام هعينهولك انت حبيب يا كابتن حسام انا هعينهولك اوكي نروح عشان نعين هذا الزميل الصحفي المحترم في موقع مسئولية زي المنصك الاعلامي فتروح يقولك لا اصليحنا جايبين واحد وهو برضو شخص محترم جدا وانشاطر جدا هو اللي موجود في موقع المسئولية ده فنرجع لكابتن حسام يا كابتن حسام يا صديقي العزيز انا كابتن محمود جابر معاك اخبارك ايه دلوقتي خلاص مافيش مكان احط فيه الزميل اللي انت بتقول عليه ده او الصديقي اللي انت بتقول عليه ده اعمل ايه طب ونبي معلش عينه في اي حت بقولك ايه خدوا محل الأداء خدوا محل الأداء محلش هيخد باله والله العظيم زي ما بقول لكم كده ده حصل احد الزملاء الاعزاء الصحفيين الشطرين اللي انا بحترمه وبحبه وعلاقتي بيه كويسة بس للأسف الشديد تم تعينه بالمجاملة كمحل الأداء وهو لا يعني ايه ليس له اي علاقة بتحليل الأداء ولا يحلل الأداء خد مني تمام واسمع فهو ما بيحللش أداء هو موجود عشان العلاقة القوية ما بين الكابتن حسام البدري والكابتن محمود جابر فههه الكابتن حسام البدري رجل حبيبنا يلا يبقى موجود بس على حساب مين على حساب اسمه مصر على حساب ما هو ده يا جماعة اللي يحلق الدم وحيات ربي والله العظيم ده اللي يحلق الدم اللي بيحصل ده لحساب اسم مصر احنا رواد في افريقيا احنا الناس اللي واخدين اكتر بطولات افريقيا بس للأسف والله العظيم احنا عملين عايشين على الماضي في الكورة عايشين بنظام المجاملات من زمان اسمي ايه اسمي عضو مجلس ادارة في الاتحادة المصر للكورة القدم وظيفتي ايه هو انا عضو مجلس ادارة بعمل ايه ما بعملش حاجة انا بعملش حاجة انا موجود بس تاني عادة كامل احترامي لكل عنصر او كل فرض في الاتحاد بكل الموظفين بكل المسؤولين بكل حاجة كامل احترامي وتقديري لكن انا بتكلم على المستوى الاداري احنا فيها مقافات واختبارات قد كده ما فيهاش اي حاجة زيرو زيرو انا عدت لك بالموضوع ده ما فيه حاجة نستها انا عدت لك قلت موضوع كابتن اهاب جلال جي ومشي وعندك موضوع الحكام وعندك موضوع المنتخب اللي خسر نهاية امام افريقيا وعندك موضوع المنتخب اللي قالك احنا هنقدم شكوى موضوع مطش السنغال اللي احنا هنلعبها مع منتخب الشباب اللي احنا حظنا معها صعب جدا تمام في موضوع الليزر وحنا هنقدم شكوى وبتاع عشان نتأهل كاس عالم وبندحك عن الناس اضحك تمام وعندك بقى الحاجة التانية الدرج عارف الدرج الختم في الدرج جي معايا كده النهاردة والله هو موضوع الافلام والله ما بحفظه بس فاكر الليمبي برضو ختم في الدرج اهو الجواب كان جاي من الاتحاد الافريكي وتشال في الدرج بتاع مين بتاع تنظيم نهائي دورة عطال افريكي سيبك بقى من اهلي او زمالك او اي حد اللي حيلعب المطش لا ده اللي حيلعب في المطش ده الفريق مصري يعني لازل تساعده فانت لما تساعده انت بترفع اسم مصر فوق كده فوق عالي لكنت فكرتش كده انت خبيت الجواب لغرض ما الله اعلم بيه ما قدرش استنتجه وبعد ما خبيته روحت مخرجه روحت بعته للوزارة شايل منه بد تنظيم نهائي دورة عطال افريكي اذا ايه ده اختبار فشلت فيه ولا ما فشلتش فشلت يا فانت فمش عارف الواحد يقول ليه اكتر من كده بصراحة مش عارف النهاردة كمان فيه تصريح ليه وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي يريد يا جماعة تعرضوا لي التصريح ده عشان دعا العهدت تصريح نازل عهدت يريدت الشروق ايوه هو ده ورهوا لي هنا كده في الشاشة اللي جنبي دي الله يبارك لك قالك وزير الرياضة الدكتور اشرف صبحي الدكتور المحترب قالك قيد سولاسي الزمالك صحيح وفقا للاقحة اتحاد الكورة انا بالنسبة لي يا جماعة لو التصريح ده حقيقي لا فدي مشكلة طب ما هو يا جماعة لو هو القيد صحيح او قصة بسيطة اما احنا بقلنا اتنين وعشرين يوم في ايه لو كد صحيح يبقى انتو لازم تحكموا اتحاد الكورة اللي حط نادي الزمالك في الموقف ده لازم تحكموا اتحاد الكورة اللي عطل نادي الزمالك من الاستفادة من الصفقات الجديدة اللي هو دفع فيها ملايين بالشكل ده نعم وكده الزمالك لحق بقى وكده الزمالك لحق فما احنا بنعمل بقلنا عجل تنين وعشرين يوم في ازمة نهارده تنين وعشرين احنا من يوم واحد تلاتين بالليل والفيديو اللي مش مصرب المضبر اللي ظهر كان في رئيس الزمالك هو داخل اتحاد الكورة وبيفتح الغرف تحت الاتحاد وكلام هند كون احنا عشنا الاحداث دي كلها وما احنا عايشين في قبلنات تنين وعشرين يوم ولا حاجة ولا حاجة ده بخصوص موضوع اتحاد الكورة وكل التفاصيل اللي حصلت النهارده ما عنديش حاجة تانية اتكلم فيها لان كل الكلام اللي فات ده مش محتاج اي بعد كده وبعدين انا عندي ديف مهم جدا هو اللي وقع احمد سليمان هتكلم معاه في تفاصيل المنم اقولوا يا جماعة معنا تقرير ايه حلوة واحنا معنا تقرير افتتاح معرض سبورت اكسبو تقرير مهم جدا بعد تقرير فاصل بعد الفاصل حنستقبل دفنا العزيز اللي منورنا ولمشرفنا الكابتن او اللواء احمد سليمان عضو مجلس ادارة نادي الزمالك السابق ومدرب حراس المرمى فيه جهاز منتخابنا الوطني اللي كان رافع اسم مصر بحق وحي يالله بعد الفاصل احنا بنعمل الاول مرة في مصر ارتباط العامل وهميته بالنسبة الاقتصاد القومي وبالنسبة صحة الانسان وان الرياضة محور رئيسي من الحياة سواء اقتصاديا بقى كاسمارات وتأثيرها على الانتاج القومي وايضا على صحة الانسان بعتباره الشيء الاساسي للمجتمع اللي هو صحته ونحافظ عليها وبالتالي نحافظ على انتاجيته ونحافظ على انه يعيش حياة سعيدة انت بتعمل ميلاد تاريخ جديد للرياضة المصرية بتعمل فعلا حاجة جديدة لنا كلنا كرياضيين بتعمل لنا مستقبل بتعمل اللي طالع مستقبل للماضي مستقبل حتى فعلا لعيبة الخدامة بتوريهم ان لا الرياضة المصرية بتاخد خطوات جديدة انا بشكر الدكتور شاف صمحي جدا على الخطوة دي احنا يعني دي طفرة كبيرة يعني لنا كرياضيين والانتشار الرياضة وحاجة كويسة قوي ان مصر يعني يتنظم حفلة زي دي وان هي تهتم بالرياضة الاول كان الرياضة يعني مش زي دلوقتي برضو وطبعا بنشكر السيادة الوزير على اهتمامه ودعمه المستمر لنا وطبعا فخامة رئيس عبد الفاتح السيسي ويعني ان شاء الله نقدم مزيد من البطولات والانجازات ان شاء الله المعرض من اول لحظة اخد دخل في الخريطة الدولية للمعرض الرياضية في العالم كله وده شيء كلنا يعني بنفتخر به ده بالاضافة لوجود الابطال الولمبيين والبرالومبيين اللي كانوا شرفونا بجد النهاردة للنهاردة احنا بنتكلم على معرض رياضة فوجودهم اساسي حاجة حلوة قوي ان يبقى في حاجة يعني كبيرة كده للرياضيين عشان واثبا يعني على طول الحاجات دي بتبقى يعني حاجات تانية والرياضة بس مرة دي هي الميل فوكوس يعني الرياضة وحاجة جمدة جدا ان انا ابقى جنب اللجنز دول كلهم مكان كويس قوي وعروض كلها كويسة بنشكر رئيس الجمهورية على الفرصة اللي هو عطاه لنا بنشكر سيادة رئيس الوزراء ان هو كان موجود النهاردة وشرفنا سبورتس اكسبو النهاردة ده حدث فريد من نوعه اول مرة بيتنظم في مصر تحت رعاية سيادة الرئيس وطبعا كعادة هيئة قناة سويس وسيادة الفريق قسامة ربيع كخدمة مجتمعية ورياضية بالنسبة لأقليم قناة سويس بالكامل وبالنسبة لجمهورية مصر العربية انشأنا القرية الولمبية اللي شرفت بابتتاح سيادة الرئيس لها في سبتمبر الماضي قرية متكاملة بمعايير عالمية بتشمل مجموعة كبيرة من الرياضات فاحنا حبينا ان احنا نوري للناس كلها ونوري للمستثمرين وللاخوة العرب المشاركين في المعرض احنا عندنا انجازات شكلها عاملة ازاي وده فعلا اللي موجود دلوقتي اهلا بحضراتكم مرة تانية فقرة حوارية غاية في الاهمية وانا كنت حريص عليها جدا جدا لان بصراحة بيشرفني ان نورني النهاردة واحد من الناس اللي سهموا في سعاد المصريين العدد من السنوات بمختلف البطولات بمطشاط تاريخية مع المنتخب الوطني الاول شخصية محترمة جدا شخصية زمالكوية كبيرة اوي 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 وهو الكابتن الكبير الكابتن احمد سليمان عضو مجلس ادارة نادي ازامالكوية السابق وايضا مدرب حراس المرمى في جهاز التاريخي لمنتخبنا مع الكابتن حسن شحاتة يا كابتن احمد نور نور بيك وسهلا انا موجود معاك وبسعد اما بلاق شباب زيك كده وانت دخلت المجال بصراع واربط من الناس وحسب بيك على مدار من صورة 25 يناير كل حاجة غيرت في مصر كتير وزراء يعني كنت ازوزير دخلية يعني في الدفاع كتير وزير الدخلية 14 وزير الدخلية حتى في الدفاع الليها السيادية كبيرة بتوعات 5-6 وزراء مالية الا الاعلام المصري وخصونا الاعلام الرياض لم يتغير فبسعد ما يكون حقيقة طالع كده في فص الناس دي كلها وماشي الحمد لله بغاديش هادة بالنسبة لك اتراحة لا بالتوفيق ان شاء الله نورناك اتراحة بس قولي خليه بهم خلاص لا لا معاك قولي قولي اللي انت عايز تقوله قولي لا احنا بس يعني طبعا كنت في قناة قناة يعني اللي تبع نادي فكده يعني احنا في قناة عامة بقى ما اعايز اقولك لا انا كنت بفتخر ان انا في قناة الاه طبعا طبعا وانا بفتخر جدا بأحنا ويدي او تمام لكن طبعا في كل الاحوال انا بحترم جدا نادي الزمالك جمهور نادي الزمالك جمهور محترم اوي فطبعي انا دلوقتي بشتغل في موقع مهم جدا وقناة كبيرة وشاشة عريقة طبعا 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 فدايما بيكون في مرعاة انك لازم تتكلم بمنتهى الحيادية والموضوعية والدافع عن اي حد ليه حق وده اللي حاسيته فعلا قبل ما خش وعد فرقت عليك برة انت النادي الزمالك حقه والظلم اللي 22 يوم اللي اتعرض له في موضوع اللي كان يوماس الكل هزا الوقت طبعا بلقف جمع الاندية والنادي الزمالك ده نادي بير على مش مستوى مصر بس اكيد على مستوى الافريك والعربي طبعا اما يكون عنده نجوم ولاعيبة يقدر يحرز بطلاته ده ارفع اسم مستوى مصر وتنافس شريف مع الاندية ورفع لقرى المصرية اكيد اكيد نادي زمانك نادي كبير ومحترم حتكلم معك عن اندية الكتبس خليني بس ابتدي بمتخبنا الوطني للشباب ورأيك ايه في الشكل اللي احنا بنشوفه على مستوى الفني على مستوى النتائج حتى لما بنكلم عن مستوى الفني يا كابتن احمد جمل ما بشوفش جمل في الملعب الواحد حزين بجد ماتش موزنبيك وماتش نيجيريا النهاردة بنخسر وفرص تاعتنا بتتقلص في اطار التأهل رأيك ايه وطبعا البطولة على الارض مصر وما يكون على الارض مصر بقالها السادات خاصة وطبعا اي بطولة بقالها السادات طبعا لكن مصر ونجاح البطولة دايما حتى الاتحادات القرية بتحب ان صاحب الارض يكون موجود للجمهارية والتنظيم وحماس الناس وكلام ده كله فانا شايف هالي الاعداد كان قوي يعني ما كانش بالقوة اللي هي رغم ان منتخب الشباب ومنتخب الناشئين وفي اربع منتخبات دايما بتكونوا منتخب الاول منتخب الولومبي الشباب الناشئين اللي اتنين بياخدوا حقهم في المعسكرات وفي التجمعات هو الشباب والناشئين احنا عندنا تجربة مع كابتن شاو غريب وحمر صدي كنا منتخب شباب ومنتخب اللومبي منتخب شباب قدرنا نوصل للاكبر انجاز في تاريخ القرى المصرية في الارض مين 3 برونزيت العالم فمراحنا منتخب اللومبي بقينا زي الفريل الاول منتجمع على وقته الليل ما قدرناش نحقق وكان طموح فرقة كبيرة جدا والناس كان متخيلة اللي احنا هنروح اللومبيات وهنروح ناخد مداليا في اللومبيات ما وصلناش الولومبيات أصلا تمام لان برضو الصراع فيه فمنتخب الشباب دايما لي سيستم انه تبدأ تتحضن على لعبتك تبدأ تجهزة تعملهم احتكاك قوي انا شاف ان الحتكاك اللازم بيكون فيه ستين سبعين مباراة يعني احنا خلنا تلت العالم بعد ستين سبعين مباراة اه طبعا اه وبنعمل احنا عملين معسكر في تسعة منتخب الشباب رحنا سلوفاكها وشيلي والنمسا وعملنا مجموعة وليعبنا بطول الشدة الدولية قبل ما رح امم كاس عالم في الارجنتين وكنا ساعتها في كاس العالم هنا برضو في كاس شباب بطولة افريقيا في اسيوبيا كنا عاملين احتكاك كبير جدا وظهر على اسمها ف للاسف برضو اتحاد الكورة حتى هذه اللحظة لم يعالج نفسه على مدار السنين طولة جدا لم يعالج نفسه يعالج لان المفروض هو الطب التعال اندية هو الاقوة من الاندية المفروض المفروض لكن حتى هذه اللحظة هو اضح في الكينات على مستوى تفاكن طبعا كان فيه مشكلة مع المصري وكابتنا سامع بنعم والغة المباراة وعات المباراة الاندية طبعا لها اسويتها لها اعلامها لها قنواتها لها جماهيرها كل دا بيتأثر بيه هو ليس له صاحب ليس له صاحب لكن احنا قدرنا في 2006 و2008 و2010 كابتن حسن شحاته وكابسن بيزير الله ارحمه قدرنا نعمل كيام من جمهورنا بقى فيه منتخب مصر الناس للأسف احنا دولات منتخب مصر مش عارفين من منتخب مصر كان هويتنا معروفة المدير الفني حسين بيه كابتن حسن شحاته الناس متفاعلة معاه موجود دا مش موجود حتى مروحنا كاس العلم كاس العلم في الارجنتين اتغربنا سبع واحد كان مصر وكلها بتوع كاليس الارت ايو فاكر فاكر كويس كان الناس كلها كنا نسح الفجر نتفرج على المتشاط دي فراق دي وناس كلها موجودة ولا فاكر معلق كمان كان كابتن أشوف شاكر أشوف شاكر بناديل صح أخو أحمد شاكر المرحوم طبعا حبيبنا لكن اتحاد الكورة فيه كان فيه اتكلمك بيه حاجات في الأعماق يعني اهو ما هو دا لنا كان فيه شلل بيديل كورة الكورة في مصر شل اه شلل شلل كبيرة يعني وحققت نتائج لأمانة اه كان فيه مشاكل كير جدا الشلل دي كلها بعدت انت بتتكلم على اني فترة بالضبط السنين اللي فاتت اللي فاتت اللي فاتت اللي شادت النجاحات انت جبت صورة جبت صورة اعضاء مغلصة ست ست سنين وخمس سنين هتلاقي كله ايه بالطمس كان برضو بتحقق يعني دلوقتي انا كان فيه ناس كان مطالبة ان الشلل اللي كان بيدير كورة المصرية انا بدي الكلام في السمائم لأحد اللي يقدر يقول او حد يعرفه بس أنا طبعا عارب ووطن الامور وعيش في اتحاده كورة 14 سنة منتخب شباب وناشئين وقلومبي وفريق اول عدنا فتر فترات كبيرة جدا فجات مجموعة للأسف فيش هلا بتدير كورة المصرية دلوقتي غير مرئية ايوا في كورة مش من جهات خارجية من داخل الوسط الرياضي برضو بيهمان الكورة طواء عشان هما ييجوا بمراحل تانية ييجوا بعد مرحلة تانية فحصل ضروب في هذه المشكلة وده ظاهر في المنتخبات ظاهر قبل ما ييجي استاذ جمال علام ومجموعته منتخب مصر مش حسه منتخب الأولمبياد مش حسه منتخب الشباب منتخب السباب مش حسه حتى الافتتاح الافتتاح محسناش به مش هو ده مصر اللي عامل عامل لكاس العالم اللي يد قصرنا الدنيا وكان فيه بطولات قبل كده بطولة الأولمبياد مع كابتش هو غريب كان الدنيا مقلوبة والإستاذ كله مليان صح 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 مجموعة كبيرة جدا كانت موجودة وطولة الأولمبياد في 19 نظامناه هنا كان افتتاح مبهر وكامل بغض نزع فيه شيلة بيتدير القرى المصرية الشيلة دي بعدت كان لها عيوب ومساوي بس الناس كاف من الدنيا مساويها كتير جدا فبعدة فدلوقتي جات مجموعة تانية بيتدير فمتأثرة على المنتخبات متأثرة في اتخاذ قرارات اتحاد القرى في التحكيم مرة واحدة مجموعة أجانب بغير المصريين أهاب جلال قاعد يومين ومشي انت شفت التخابطات الموجودة جدا فمنتخب الشباب دي سياسة موجودة اللي انت تبتدي من الناشئ منتخب الشباب بتكون بتعمل قومة أساسية من الخمسة واربعين وهم عملو لكن أنا ما شفتش الاحتكاك القوي لان انت بتقدر تقدر توقف الدور الناشئين اللي عموا من جيرهم بتقدر تاخد لعيبتك تعمل معسكر مغلط أنا فريق اللي هو بتاع الليماني والرياض والأتراوي ومحمد صبحي وحسام غالي كنا عاديين في منتخب الشباب بتفصد الكاهرة في المساكن بتاعت المنتخب كنا متواجدين جدا على طول وقفلين علينا ومنعمل ماتشات كدهين منلعب تونس ونبهمناش عادي ونلعب عادي جدا ده أنا مش حسوا الفاتح آه عامل ماتشات بس مش بالقوة لولنا جمعة كم ماتش اللي تلعبوا بالنسبة لمنتخب الشباب يعني في إطار الاستعداد للبطولة دي أعتقد ماتشين تلاتة بس أكدوا لي معلومة بفضل فده آآ لازم يكون موجود لإنه مدورة النواة إحنا ما جينا تكون جهاز ألفين وبتاع كابتن حزن شحاته الحمد لله كلينا دور كبير جدا مع كابتن أصمع بينهم ربنا ديله الصحة أنا اشتغلت مع كابتن شوي وكابتن حسن المدربة واشتغلت معاه أيوه كليه دور في ندم جهاز الجهاز مع بعض التوليفة الحلوة دي الحمد لله كنت أنا جوه الماء كانت تردين لي مشي وأنا كنت موجود مدرب حراس مرمى وأنا الوحيد الموجود من الجهاز وسامير عدلي مع كابتن عصام أخناعا كابتن حسن شحاته ييجي وبعد كده يجمع الجهاز ونجمع الفرئتين اللي هما خادوا بطولة أفريقيا وروحنا خادنا ثالث العالم إلى جانب من جموات الكابتن الجهري وهو ده التواصل الأجالي الموجود زي ما بقولك في تحاد الكرة دلوقتي شلت بعد خالص كان بيدير الملف في ناس كانت مستفادة وناس غير مستفادة وفيه كان فيه مصالح كتير كانت شغالة ما بس كان فيه نتائج لأنهم تمارسوا من فترات طويلة فدلوقتي ده مش موجود أخبر حيك ده مش موجود فأتمنى طبعا فيه أمل الماتش اللي جاي يارب يارب فيه أحسن طوالد دي موجودة وبفيه دافعه وجمهور يحضر تانية حاجة أعمل يفتح في صدق قراليا مم مالك ما تعمل فيه ناس يعني احنا عملنا بطولة البطولة العربية أعمل كابتن حسن شهات مم اخترنا بورس عيد للاعب مجموعتنا تمام عملنا أربع تلات ماتشات هناك عالمية جدا وإحنا الفريق الأول وجينا لعبنا النهائي هنا مع السعودية في السادق قاهرة أنا النهاردة ما رفت شفت الافتتاح طلبة مدارس أو كل حاجة بس مش مهينين جوا اللي استهد الأولاد دولة إلى جزء الفني محتاجين جزء حماسي حتى لو جزء الفني أنت اللي بيجي لابع لما نعبه عنده حاجتين أرضه عنده جمهوره اللي هتمصفير اللي حواليه من حواليه ده يكون موجود أنت النهاردة ما هيقتش هذا الموضوع ليه أعمل في السادق قير ليه ما أعمل في الساد الجيش ليه أعمل ما أعملش البطولة كلها بور سعيد ليه ما أعملش البطولة كلها في الإسماعيلية ليه أعمل الافتتاح المجموعة تاني في السادة الإسماعيلية وهتلاقي جمهور الإسماعيلية أسوان أسوان في أفكار كتيرة جدا كانت تبقى موجودة فنما أفتاح شفت الافتتاح يعني مش اللي هو الافتتاح اللي يدي الباور اللي احنا متعودين عليه اللي احنا متعودين نشوف شكل مبهر في الافتتاح اي بطولة اي بقى انا مش حاجة اسمي انا بس انت جبتيني النهاردة قدامك انا بس انت جبتيني هنا لو انا ما عنديش المؤهلات لان انا اجد قدام امير وما واسك من نفسه مجيش انا خلاص اتحطيت فمنصبك اتحاد كورة لن اتأثر ولو بص العدل هو شيء الاساسي في كل التعاملات لو انت عادل في اول ديئة وبتحط النظام لان انت في الطب وقبل هيك هتقدر الشغل صح لكن التوزنات والقصص والحكايات والتصريب الكلام وللأسف احنا كاعلام بنساعد بامانة ربنا لكن اتحاد كورة ما قدرش يعني ايه يهيئ المناخ حواليه يعني يقدر يحكم الاعلام المصري يقدر يحكمه لانش النهاردة الفار بيتصرب الكلام اللي بيدور واعلامي بياخد معلومة من جوه دي انا امكانياتي وعنده القدرة وجاي قاعدة مدة معينة وخبال حديث وهدي جدا ما عندكش اي مشاكل وعندك ثقة في نفسك وعندك ثقة في نفسك تمام جيت مرة عملت لكن انت النهاردة كل يوم حدثه كل يوم موضوع طبعا انا شكتشافك منفعل وصاركت بعض التصرفات وبعض الحاجات اتمنى وعندهم مدلسة لغاية تتالي الأمبات اللي جاية يعيدوا هزا الموضوع يعملوا حوية ليهم من خلال اه انا جاب منظومة علامية في تحاد الكور هل هي بتقدر تجيب حق تحاد الكور كل الاهل والزمالك عنده منظومة علامية والاسمايلي عنده منظومة علامية حتى الانديت الشركات عنده منظومة علامية وخبرها اتحاد الكور أولى وتقدر تستغل حاجتك زي ما انت النهاردة استغلت سلطتك ومنعت مثلا قد ناد الزمالك عندك من الأساليب والطريقة القانونية تقدر تسيطر على حاجات كتير جدا داخل وسط القرد لكن انت هل انت حاس نفسك ان انت ضعيف عمرك ما تبقى قوي لكن انت النهاردة بإمكانياتك انت الطب وانت القوي وانت لا بيديلي الملف وبتدي حقوق مصبوطة لكل الناس هتبقى تقدر كل الناس تردخلك وكل الناس تغفرهك وكل الناس تبقى عامل حسابك ما هاتش باخده قرار وهو عارف ان انت في الآخر هتترجع فيه الحلول السريعة من وجهة نظرك تكون ايه عشان الدنيا تتزبط شوية بالنسبة لاتحاد الكورة بالنسبة لمنتخباتنا الوطنية لان ده ده اهم حاجة بالنسبة لشعب المصري يعني الكورة دي بتعارف كتاني أحمد مهمة زي بالنسبة للشعب المصري كله فالناس عايزة تفرح الناس عايزة تشوف المنتخب زي الجهاز بتاعك وايه من كابتال حسن شحاتها الجهاز اللي فرحنا كتير جدا وبطولات قد كده نروح نلعب كوديفور نكسبها بالأربعة نلعب الكامير نكسبها بالأربعة وإحنا لعبتنا محليين مش محترفين وهم لعبتهم محترفين أكيد كان فيه شغل بتعمل صح حتى ما رحنا كسر عامل الكارات نلعب قدام برازيل زينا زيهم إيطاليا بنكسبها امتى نرجع للعصر ده ايه الحلول من وجهة نظرك السريعة الحلول طبعا ان الناس تحس بحوية منتخب مصر يعني هي حوية منتخب مصر النهاردة الإسلام مع أمير معالس طف وعرف من رئيس التحرير من المخرج ده هوية الهوية حتى زي اللحظة المنتخب غير معلوم من الأساسين بتوعه واخبار حقيقة من القوام الأساسي بتاع منتخب مصر احنا كنا بنجمع في مطشات الودية عارفين الناس حتى صامر حضري والجمعة وشهدي محمد وفتح الله والمجموعة اللي انت حقيقة عرفهم محمد شوقي كل الناس وحمد حسن كل الناس بفرقة سابتة دي الهوية غير موجودة الجهاز الفني النهاردة كل بشوف المقصورة الإزاز كل الجهاز قاعد لا الجهاز كنت أنا بروح أنا ماتش وكابتن حمد ده روح ماتش وكابتن شوى غريبه روح ماتش أنا شاف الجهاز كله في لا مش في الكصة دي والأولمبي واخبار حقيقة الكصة كلها أنا شاف ان الجهاز بيتفسع فين النهاردة أقدر أخلق حاجات من خلال التجمعات بتاعت المنتخب في غير ليه اللعيبة الدولي احنا عندنا كاما لعيب دولي يتعدوا بس أنت محتاج مهم جدا للأسفة حدو الكورة أخطأ في حقا منتخب مصر أما فتح كمية هذه اللعبين إلى الدور المصري لأن النواة الأساسية لك هي الدور المصري طبعا يعني أنا مثلا حاربت موضوع حرص المرمى الأجاني لأن اللي قيت له فترة من الفترات 13 حارس مرمى أفريكي في الدور المصري الكرار اتاكد في توقيت حرارك موجود في الجهاز متعام موجود ده أنا اتحربت اتحربت من أندية إيلة في مصر ومدربين في أندية إيلة حرص مرمى ما قالك لأ قرار كان صح النهاردة فيه بقى عواد وفي الشناوي لو النهاردة كل واحدة ما منها رأس حربة للمنتخب مصر بندور مصر اتحاد كورة لاجنة فنية بتديروا كورة مصرية قل لي مين أنت النهاردة مين هو الرئيس الحربة للمنتخب مصر لأن النهاردة أنت حيك سبت الاحتراف بفتوع على البحري فكل راح يجيب رأس الحربة لأجنبي تمام؟ الأهل بيحط رأس حربة لأجنبي الزمالك بيحط رأس حربة لأجنبي المصر كل بصوا على الدورة المصري الزمالك المرد جاء بتعصون على رأس حربة تمام؟ فالنهاردة أنا هجيب منين؟ تاني حاجة اللي مقابلي مين؟ محمد صلاح هو كان النمي ترزق مصطفى محمد قد العدد المحدود بالنسبة لي لازم يكون مقابل الاحتراف الداخلي للناس اللي بيقولنا في مصر يعني يكون مقابلة 50% برا أو عن ممكن النهاردة أفتح حراس المرمى الأجاني يجي لي 13% بسيكون عند 4 حراس مرمى برا إنه باخد تجمعات المنتخب ليس تجمعات كبيرة زي غير في أمم أفريكي أو كاس أعلم لو رحنا انت بتيجي ثلاثة ايام وبتلعب مباراة فمصر بقى فيها صعوبة في أوروبا زي ما انت شايف بطولة أوروبا فرنسا يخش أسبانيا أسبانيا مفيش الموضوع السعر وكلهم بلعبوا في الدورة الأوروبية هتلاقي حد من أسبانيا بيلعب في ألمانيا وبتاع ألمانيا بيلعب في فرنسا وبتاع فرنسا بيلعب في إيطاليا وحتى لو مرحش يلعب في أي دورة جنبيه ما هو في الدورة بتاعه قوي أصلاً انت حتى زي اللحظة القيادة السياسية عندنا طالبت إن يكون فيه لعيبة محترفة حتى زي اللحظة ما انتش قادر تمسك يتفتح أكتر من موضوع لموضوع المواهب اللي احتراف الخارجي كل ده أنا محترمي مش موجود مش موجود طبعاً انت النهاردة مثلاً اللي بيتعامل دلوقتي انت بيجيبوا الهدى صغيرين لا فندم أنا النهاردة اللي أبدأ هو البلد منش بالجهزة ما كلهم وأساسين طالهم مسير أنا لازم أبدأ النهاردة من 17 و 18 سنة أطلع كم لعيبة محترفة برها لغاية 19 و 21 يعني النهاردة أمام عشور 25 أمام عشور 25 هيقعد يخدم منتخب مصر 7 8 سنين هل انت تقدر تعمل الموضوع الموضوع مش الزغيرين للنش ما احنا عندنا أكاديميات على مستوى مصر الوقت وكاديميات أوروبية وعندنا أكاديميات في الأندية عملاها وعندنا مدربين الأندية والفرق بيطلع النشق وبيطلع يتأسس احنا عايزين من دلوقتي هل تبدأ الدولة عندها القدرة تجبر الأندية وخاصة الأهل والزمالك اللي يبعنده 17 و 18 و 19 سنة أود دي يا سيد ايد 10 أجانب عندك ما كل واحد دلوقتي بلقتي انا عايز 5 أجانب عشان انا بروح عندي بطولة أفريقيا عندي بطولة عربية عندي كاسعالم عايز لعيمة وميزة بس حقيقة تسمح حقيقة هيجبلك 5-6 وخليك تأيده بس تطلع ال 2-3 كل سنة نسلا صح اتحاد الكرة ما بعملش كده وده طالبنا احنا الحمد لله وقفنا الوقفة دي في حراس المرمو وجابت نتيجة بعد سنين اخدت مجوت منك الكسر اه طبعا اتحاربت بقى جامل لكن ساميه الزرى بنا ارحمه وكابتن حسن شحاته وقفنا فيها وقفة جده اللي كانش عندي جر عصام في سيون ايوه وانت مشكلة عضبة بسيطة ومشيت والاخ الشريف اكرامي كان في فرن من هولندا مكنتش بلعن وبنسبة عصام الحضري في سيون الوقت ده ايه اللي حصلت وليس هل كنت عندك فكرة ان عصام الحضري مسافي الرايح وانا بسألك عشان في موقف حصل برضو من الحضري اليومين دول لما سابق المنتخب الأولمبي ورحم منتخب السوري امم فاقولي احكي لك اوليه الساعتها انا ابتدي بسيون الاول لا سيون احنا كنا عندنا تكريم المصيبة اللي اتحصل طبعا كده بتاعت العلب دي والفضايح اللي حصلت فيها دي اه في الامارات اه في الامارات والناس اللي اطشوا الفلوس لا لا يعني لا اقولي اقولي ايه اللي حصل ايه اللي حصل يا ده عالذكر اللي حصل الأول يعني فلوسنا اتأخديت يعني ميش مشكلة ناس بالاسم خدواها يا فلاس كان بتحاربنا وخدتها والله العظيب YEAH كانت بتحارب وعايز الجهاز الموضوع برضو وعصولان فالحضري في هذا الموضوع حصلوا جمعوا عليه كبير جدا اولا انت لازم تفرح ان اصمح ادراح سوريا. انا عايزين انا احقود انا في قطر. طبعا انا قد في قطر اتعلام في قطر. لو لا انا وعلاقتنا وعوذي انا وكابتان حسن شحاتا ووحمد حسن. ناس حبانا جابونا. لو احنا مرحناش احنا التلات. كمين التواغد ومصر هناك. النهاردة التوانسة والمغربة مميزين جدا. بس ممكن الناس تقولك طب الطريقة اللي تخرج بها عم فيش مشكلة تخرج. بس انت في الاول في الاخر موجود في منتخب مصر عن كنال اولمبيا. انت عملت مع مشكلة معصام. عشان بيحلل في قناة الكاس. قناة الكاس كانت وهذا كاس العالم. انت تقول له تفضل. هتخصم منه ليه او ماشي خصامتي منه. ما انت عند حضرتك هنا المحلل عدو في النادي. وعدو مدارب كورة. واعلامي في النادي. وهو اللي بيحضر بحضر النادي. يعني ما العملية من اغبطة. ما يجيش على اسام الحضرين. ما في ناس في الاتحادات والاندية ممثلين وموجودين في الاعلام. يعني حرك مع طريقة خروجه دي. انا طريقة انتشار المصريين. انتوا يا جماعة بص اقول لك حاجة. واحد اقول لك احماس يعني احنا مش عزين اهل ياخد ثلاثة العالم مثلا. لا انا عايز الاهل ياخد ثلاثة العالم. ليه. وعايز الزمالك اخد ثلاثة العالم. وعايز الزمالك اخد بطول كاس العالم لان دي. انا حزين بعد ما كان. كابتن زيك واسمان لارحمه. وحسن مصطأة. وحسن حامل. وحسن شحاتة. وحطاع بصري. والسايس. اسمعت ايها جدا. موجودة في الدوريات الاوروبية هاي اللي بتمرن. النهاردة قطر اللي هي اكبر سوق مدربين. مغرب. اللي علاجة الطبيعي في قطر. كله تستوانسة. صح. وهنا عندنا هنا ناس مؤهلة جدا. يا جماعة لازم الانتشار دا دا يرجع تاني. هما يلقيت دلوقتي بقولك المصرين اللي علمونا. حتى في الكورة. صح. الناس الكبيرة دلوقتي. فمجموعة الشباب في الدولة العربية. كلها بتخرج لأوروبا دلوقتي فما بيعرفوش تاريخ مصر. يعني شيخ زيادة اللي ارحمه يقولك مصر دي هي اللي علمتنا. ايو صح. وفي الكورة حتى زيل اللحظة اللي يقولك احنا كان عندنا كابتنا سين مصطفى دا كان من احسن مساكين ناتي الزمال اللي قال الله ارحمه. عمار روحت قطر يقولك هل اللي كان بيعلمنا هنا. والله. احمد مصطفى كان اسطورة في قطر. كابتنا احمد صبر الله ارحمه. كابتنا برجيلة في السعودية. صح. احمد رفعت الله ارحمه دا كان تاريخ في البحرين. بيمسك متخب البحرين وبياخد بطولاته. وكاسماء تيلي جدا من في مصر. انت دلوقات زعلان العسام الحضر الحصورية. فين مين. مين تاني ومدارب برا مصر. حتى اهم ان الرمادي اللي كان قوى جدا في البراجة وقلنا هو اسوا. وقبلها بدل من دعم. احنا عايزين نطلع ناس. نطلع ونجيب وهنا وهنا. تحد دلوقات الرخص. المصريين ما يدورش اشتغل بالرخص اللي بناخدها هنا. من في الدول. اللي بروح ياخدها بياخدها من اسيا. صح. عشان نقدر تكون معتمدة. فالنهار دا لغاية دلوقات برضو رخص مداربتنا مش قوية. طيب خلينا نروح معك لملف تاني. هو ملف الاكثر اصارة. هو موضوع الكد والقصة والحدوت كلها. وازاي تبعتها ورأيك فيها. والله انا قلت كنت انا في قناة ام بي سي مع استاذ موهيب. وفي نفس اللي هو انت انا لومت اتحاده الكورة. لومت على الاتحاده. اه طبعا انا. اه اولا انا معلايا ما دي قم القصة كلها. هل هو خلاف شخصي. اه عندكو حق انتو في تجاوز علينا وراسك. انت شايفني في تجاوز. طبعا في تجاوز. طبعا اوكي هنجل. لما بيش مشكلة يعني. باشي. تجاوز ده موجود مع ناس كتير ويعني يوقع تعيش مع ناس وحاجات كتير اوكي. اوكي. ده تجاوز وفي نادي الزمالك. ام. فرق بين انت بتاخد قرار ضد نادي الزمالك ولا بدد شخص. ام. وقبل حقيق. انت خدت موقف لدد شخص. انت اتحاد كورة. علي نادي الزمالك اللي مديونات واندي عندها. انت حقيق عندك مديونات بره. انت حقيق النار ده بتروح. بحقيق بتروح تحجز في فندق. مسلا سي. عليك فلوس يقولك لا رجع تاني. تضطر تدي له جواب. لكن ادي زمالك كان كبير. طبعا. عما يقول للنهار ده مدييات. يتاخد جواب الرسمي. وعندك. طول مسلا اللعيب الفلس ما جادش تخدها يوقف تاني. اللعيبة دي عتي تتوقف. عندك من القرارات. بس هم فعلا باعتوا خطابات لكل الاندية كابتن. انت اكيد عارف. والاندية كلها ر هتسوت المديونية او جدولتها. وفي ناس ما سوتش. الاتحاد نفسه قلل. في ناس بقلل اسماعيل وما حصلش. مثلا يعني. اه. وكل الاندية لها ظروف يعني. في الاخر انت بتعامل مع كهان كبير سباك من الشخص اللي هو بتجاوز. تمام. انت بتتعامل مع كهان نادي زمالك. احنا ممكن مش راضين عن تصرفاته او اسلوبه او طريته او طريق او اسلوبه. لكن احنا في الاخر هو ممثل لنادي زمالك. اه. هو اللي جاي لك مش انا احمد سليمان لانا جاي لك ممث لنادي زمالك. تمام. لازم تحترم هذا النادي. مم. فقير لعبته زي ما انتو قلت ان عرضه اتنين وعشرين يوم. مم. يعني انا ضد كم الكم اللي عيبة اللي جدي كلها في فرق واخده ده ورسنتين ورابعة. انت قصلك بقى من الاول من السيف. اه من السيف ده وزمانك مش محتاج الاربعة دول. غير الاربعة دول بس على الفرق الغد دول. والله. والله. يعني انا قلت قلت مرة وقع كده ونزلوا مني. اه. سنة اللي فاتت. انا سعيد ان القد وقف. والله قلت ك يحاول بعد الفين واربعتاشر بعد الفرق اللي احنا عملناها. يثبطوا ان هما بيجبوا صفقات كتير. تنزى مالك على مدار سبع سنين. وعندنا وصلنا لمية العيب. مم. ما فيش في قرية كورة بتاع بطولات. بيكون هزا المدار. انت واخد سنتين دوري. بعواد وبزيزو ومحمود علاء. وامام عشور. وسيف الجزيري. ومن شارقي. ومن شارقي. شلت اتنين ثلاثة. اتنين ثلاثة. لكن النهاردة اجيب كم فرق واخد دوري. عشر صفقات. عشر صفقات. و النهاردة اربعة. زمالك مش محتاجة طلالين اربعة صفقات. من الاول. اه. فنرجع لاتحد الكورة. انت تعناتن مع ناد الزمالك لتصرف شخصي. في الاخر انت النهاردة. اه. في الاخر احنا قلنا قيدها هيتم. هيتم. اه. الناس اللي بتلوم. لا. اتحاد الدولي. قال. وشأنه. يعني اتحاد الكورة في الاخر القرار عنده. اي حد انت. هل شأنه دخلي. اه شأنه دخلي. مهما اللي انت برضه بطول الناس هتبوز البطولة. ممكن ممكن حد ده. مش مول الناس هت اشتكي. لكن اتحاد الدولي. ادى السلطة. زم اتحاد الدولي. ادى دلوقت التركية. اه. استمرار الكيد لمدة معنا بسبب الزلزال. اه. اه. بس دي حاجة يعني غير طبيعية. ماشي. ما انت النهاردة عملت ان انت النهاردة قلت علي مديونية. اه. ثم ما انت النهاردة اتحاد الكورة. كنت لازم تفكر بزكاة. انت نديت ان ادي زمالك ورقة. انه ما عليكش اي مديونات عشان تحط تقاية في افريقيا. طيب انت النهاردة بتصبع له لعيبته عشان كزا اه. 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 بتاخد قرار تدي حد عشان تبصي لحد. عشان خاطر تصفية حسابات. تصفية حسابات. اه. انت بتتعامل مع كينات. انا قلتلك مش موفين على تصرفات بعض الادارات في نادي الزمالك على ادارة نادي الزمالك. اه. جمعات انه تفصيلا يعني. طبع. لكن ده نادي الزمالك في لعيبته. نادي الزمالك عنده بطولة افريقيا. كان الزمالك كان ممكن اللعيبة دي. لعيب فرق. طبع. 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 فرق مع اضافة. لان فيه يجوم على الصفقات اللي جدت. اه. فممكن التشيك الجديد ده هيعمل اضافة للعيب. اه. ممكن يعمل اضافة للعيب. لان النهاردة مهما تقول اللعيبة جديدة ما اثبتش ايه لعيب جديد حقه غير زمالك محمد عبشافي. اه. هو ده الوحيد اللي رجع تاني وبيزبط وجوده تاني ان هو كان برا ورجع. هو ده الوحيد. لعيب محترم قوي. لعيب محترم ده. ومحبوب ومعشوق الجميل المصرية. مش زمالك. الحمد لله كان لنا دور كبير جدا. اه. في الفين واربعتاشر يروح السعودية والحمد لله رجل بيقول لغاية دلوقتي. اه. وراجل استباده بيعبدوه في السعودية. بيحبوه جدا. بيحبوه جدا. بيحبوه جدا. بيفضلوه جدا. اه. فاتحاده كرة تعناد في هذا الوضوع. تب تعمل مع كهين كبير. اه. تقدر تاخد من الدمرات ورقيا ومالي. اه. واجراءات. وعندك اعمال للسندوق. وعندك مجلس دارة. موعد تعمد في وزارة الشباب الرياضة. اه. بس بك ان هو جيب التزوير او ح اه. اه. طيب انا عادي سؤالك سؤال. انت دلوقتي كنادي الزمالك. ايه اللي يخليك تستنى لاخر نص ساعة عشان تحاول تأيد لعيبتك. هل ده ممكن خطأ يقع على المسؤولين في نادي الزمالك من وجهة نظرك ولا ايه. انت بتشوفه ايه. لا برضو خطأ. انت بتسنى لاخر. ايه. ممكن توفير ماليات. ده شيء وارد. الازمات الاقتصادية. انا ما عرفش ايه اللي خلاهم يتأخروا. هل هو بيزن اتحاد الكورة او بيزن اتحاد الكورة في الاخر انا جيت في معاد وبدري. وخلحيك. بس ما سددتش الرسوم. ما سددتش الرسوم. هو كان يهمني في هذا الموضوع. اني نادي الزمالك كان يجي رسوم الكيد. ايه. هو ده اللي انا بتتكلم فيه. هو بس هو واجب فلوسهم يعني. يعني رسوم الكيد. نادي الزمالك برضو في الاخر كيان. حلو يا كبتر. واخبار حيك. في حاجة اصولك. افضل. يقولك فيه انا هدي كاس امم افريقيا للمصر. اه. بس عايز يجي لي تعاعد حكومي. اه طبع. صح. بي يجي جواب. منتحد الكورة. منتحد الكورة. منتحد الكورة. بيتعحد. بيبعت لرئيس الوزراء. ويبعت عهد. يا سيدي دخل الوزراء في هذا الموضوع. نادي الزمالك بعد شكاة قبل كده. وده انا عارف نادي الزمالك بيشترك في بطولة افريقيا. وممثل لمصر. وليه دور كبير جدا. في هزي البطولة اللي الناديين كم موجودين فيها غير بيرامس وفيوتشار. واحنا بنقول عايزين يكون موجودين على الصحة الافريقية والعربية. وخبار الحقيقة لو انت بدور على المصلحة العامة. ابع الجواب لوزير الشباب ان اجلت درواتي او ايميل او اهتصال. حد تدرك تضمن هلها زي الفلوس. تقدر تدخل الدولة. لان المجلس زي ما اعتمد في الدولة. كان ممكن يعمل الاتحاد كده لو كان راح له نادي الزمالك بشكل مبكر عشان يحل الازمة. ما راح له الاداري بدري. راح له الاداري بدري. وانا طبعا ازاي رئيس نادي الزمالك ان هو يقول ان انا ازاي رئيس نادي الزمالك ان انا نتاكل. ده حاجة طبعا رئيس نادي ال� ده حاجة كبيرة جدا. اكيد. وانت مروحش مش انت اللي عملت برضو حتى هذه اللحظة. اه. او حتى النهاردة تنكر ان ابنك هو الموضود اللي بيدير الموضوع. يعني البيان اللي طالع ان ابنه ايه ده ايه. اه. مش كده يا ابني ايه تكلموا اياه. يعني في حاجة اسمها نادي الزمالك. اعرفوا امت النادي اللي انت بتمسكوه. ام. ولا ابنك ولا انت ولا حضرتك. ام. وهبر حقيقة نادي الزمالك ده نادي كعين كبير. وده الاسف بتعندك واسلوبك مع اتحاد القورة ضررت نادي الزمالك. اه ممكن يبقى عندك نفوز لصالح نادي الزمالك. تمام. ولا يسل النفوز للتطاول او قطع لعيش الناس او شتمت الناس. لا. نادي الزمالك. اللي مش عارف امته يسيبه. ام. نادي الزمالك اللي عارف مين كيانه يسيبه. ام. لكن انت النهاردة بسبب تطاولك على الناس. ما تعند. احنا لازم نتكلم وكل ناس فهمها. ان هي عند شخصي من اتحاد القورة. دلوقتي بقى في لجنة انضباط. مش على نادي الزمال بس. على لازم الاعلام المصري ينتظم. ام. ما بقاش فيه محيزين. انا بقول له النهاردة انا بحقيك اللي انت من بسببت نادي القناة النادي الاهلي. ام. وجيت القناة النهار. شافك راجل محيزة النهاردة بطيج نادي زمالك حقه. ام. بعد قد لعبته. ما بقاش انا النهاردة اعلاميين بينتموا ببعض الاندية. كل تجاتهم لديهم. او. يعني اقول لك حاجة بعد. مسلا فيه اعلام كبير اوي بينتم النادي كبير. ام. تمام? ام. من اكبر اعلاميين من مصر. ام. للأسف عندنا بعض الزمال كوية ضعاف النفوس. بيتعاونوا معه. لخراب نادي الزمال كعندن في هذا الشخص. للأسف. ام. انا النهاردة. احطلت رغم اختلافي مع الادارة. ام. اداريا وماليا وكل حاجة وانتخابيا في حاجات عملوها. خارج كل اصول الاعراف. تمام. لكن عندي كيان نادي الزمال. اختلت يومية. وانا جات لي اشارة الحمد لله والجمهور لانا بدفع عن كيان ده. ام. لكن انا النهاردة. عشان انا ما بحبش هذا الشخص. ما انفعش اجيب اعلامي من نادي ومنافس كبير. ام. وحط ايدي في ايد واحد اصرب له اخبار. واشتغل معك لهدم هذا النادي. ام. لأ نادي الزمالك ليك فضل عليك. اه فيه ممكن بنا داخليا نقدر نعمل هذا الموضوع. ام. لكن انا رحط رح ايدي في منافسه. ام. هو في الاخر عايز النادي بتاع والمنافس يقع. ام. يعني انت ممكن اقدر اقول ان انت بتستشهد مسلا بالنادي الاهلي في حياته زيدي. في النادي الاهلي لا. فيه ناس من عنده بتحاول من خلالنا. بان هم بيندمج مع ناس وبينغرس في بعض الناس الزمالكوية. ويبدأ ليهدن في النادي الزمالي. ما حدش النادي الاهلي يقدر يعملها. ايوة اهلي ما يعملش. يعني عندك الصراحة مصطفى عبدو رجل محترم جدا. يعني علاقات شخصية بينها وحاجة مجدل عتال وناس كتير جدا. زمالكوية. ده علاقة غير طبيعية مع حسن شحاته ومصطفى. اه طبعا. طبعا. كابتل الخطيبة مسبل حسن شحاته في رمضان. وعلى طول احنا قابلنا كابتل الخطيبة في قطر. بقى مبهور ان كابتل حسن شحاته مبهور. لكن انت كراجل زمالكوية. رقم واحد تدور على ناديك. ما تحطش ايدك في ايد اعلامي. انت بتشوف انك بعض ابناء نادي الزمالك مش من نسبة لهم مصلحة الزمالك هي الاهم. ممكن انا مش راضي على هذا الشخص. لكن لن اتكافى. اتكالف مع حد. يعتبر من ناديهم نفسه اعلامي. وكل الزمالكوية يعلم ان هو بهدف نادي الزمالك. وانا اتعاون معك زمالكوية. دي يع يعني انا بدي تحزين للناس دي. ايه بعيد عن هذا الشخص. ايه بعيد عن هذا الاعلامي. اه انتو ضده وهو ضده. بس في نادي الزمالك. بيننا وبن بعد احنا نعمل مع بعض اللي احنا عايزين. ممكن ما يكونش عجبهم الصورة كلها كابتن احمد يعني. مين. يعني بحط نفسي مكنهم ارد. مناحات الصورة. انا موقفي من ادارة نادي الزمالك. مناحقول لك قصدي. بتكلمه رسمي. انا كزمالكوي. مروحش يدي احط في الناس فانديهم نفس اعلامين. اه. او ناس مؤثرة في القرار في النادي الاهلي. او او النادي المنافس. اه. او اتعامل مع زمالكوية الهدمها. هذا النادي في الشخص. اه. اخبرها هي. انا النهاردة ممكن انا مسلا عايز انتخابات الزمالك. مش عايز اخد النادي صفيحة. النادي واقع. لا انا عايز للنادي. يوقف على رجله. مش عايز انتعب. كتير جدا. نادي الزمالك. على مدار سبعة سنة تجرب بطريقة كبيرة جدا. دخل له اكبر من اربعة مليار جنيه. حتى هذه اللحظة عندنا ازمات مالية. يعني اربعة مليار جني دخل النادي الزمالك. وعندنا ازمات مالية. ازمات مالية. اه طبعا. 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 فلوز دي رحت فين بس اه. ايه. فلوز دي رحت فين. في مية لعيب وعلى حاجات اه. اه. راحة اموال عامة وادار مال عامة. واحنا لن نعقب على القضاء يعني. اه. فالخصة موجودة والناس كلها شرحتها. اه. يكفي ان الدولة المصرية حول لترقيس نازل زمالك نيرتل اموال عامة. اه. 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 رجع بعد كده اي نعم ماشي بس. ده نازل زمالك ليه كيانه وليه اعتبره. اه. انت بتقيم ازاي ادارة زمالك الحالية في الفترة الكامجملها يعني من ساعة ما تولوا المسؤولين. لا. الادارة كلها نظام فردي. فردي. اه. اسرة بيددير نازل زمالك. اه. اه. رئيس نيدي واثنين اولاده. اه. واحد مسك العلعاب الجماعية. واحد مسك القدم. اه. يعني المشرف على قرة القدم. اه. للأسف الاثنين اللي تحتيه لأبو كاسعالة. يعني بيسمع اللي بيواجهم او هو اللي بيعينهم اتنين لقم بكس عالم مثلاً يعني. ده مثال يعني. بخبار الحيط. اول نهاردة اتقال ان ابني هو الايد اللعيبة. يا فنن في نادي الزمالك. واللعيبة اللي تعتبرها لنادي الزمالك. وهو دفع فلوس بالنادي الزمالك. طيب ما انت حيات جيت تطلع شكاية شخصية من اسمك وترفض. ايوه. مش بالشكاية طلعنا شكاية بها. لا هو اللي حصل ان هو طلع شكاية باسم نادي الزمالك. اه. الشكاية احنا كمعانا صورة. لا نسمعتي بيدوا انه في شكاية شخصية. لا هو ده اللي تقال بس ما حصلش. يعني. انا لو ما صول في تحده الكورة. لو شيك من تاع نادي الزمالك. قدي خمسين مرة من شيك شخصي. طيب ما هيسألك سؤال. جواب رسمي. جواب رسمي من نادي الزمالك. قدي شيك ش شخصي حتى لو هياخده بعد عشر داي. اه. اخبرها هيك. لان ده نادي الزمالكه كيانه وليه. ما هما. بكرة او بعده موجود. حال. وانا اديتك بمثلة في اتحاد الكورة. اه. بيبقى فيه مديونيات علينا في شركات سياحة. في اقامة. بيبيع الجواب بيدي احترموا هزا الجواب. اه. لان في الاخر ده من حقك. انت بكرة جاي بعده جاي بعده جاي بعده جاي. بعده جاي في عاجة تجير. اه. تقدر تدخل وزارة الشباب في هذا الموضوع. اه. تقدر من لج فعلا او اجراءاته كلها ما تمتش. لكن في كل الاحوال الاتحاد الكورة اخطأ في ادارة هذا الملف من وجهة نظر. اخطأ في حق نادي الزمالك. اخطأ. اه. انت مديق من شخص. اه. لا تعاقب نادي الزمالك بشخص. انا اقبقى نادي الزمالك بشخص. انا اقبقى نادي الزمالك كيان. اه. سيبك ان انا مختلف معك. اه. لكن لان اخف ضد نادي الزمالك زي ما بحكت لحقيقة من شوية. ايو. اعلاميين بيقفوا مع اشخاص في الزمال وهم اندي اهم نفسه لهذا الشخص. انا اقب اقب في اقب حاجة ضد انادي الزمالك. اقب ضد اقب هذا الشخص في تصرفاته الشخصية والعباسية. ربما الحقيقة ايو. لكن انادي الزمالك ده حاجة كبيرة. انت حقيقة بتقول لي. كتبت اقبط اـ مجلس دار الزمالك. اه طبع. اسم انادي الزمالك. طبع. اسم انادي الزمالك. من رغم ان عملكيش في كتير عشان خاطر الشرطة. لكن بيت اعلى سفيمه مدارج كرة في مصر. اه. نزلت اعضو مجلس اخدت نسبة اعلى لنسبة اصوات نزلت ممارتين أخدت اصوات كتيرة الناس بتقدرني ان انا بماثل نادي الزمالك هو ده نادي الزمالك الي حقوا علينا مشان اروح حوطي ايدي في اعلاميين منع當ية المنافسة لخرارب نادي الزمالك ضد هذا الشخص الga هل مؤكد ان ال ياعلاميين اللي في اندية منفصة او اللي هم بينتموا اندية منفصة متأكد من نيتهم ناحية نادي الزمالك انهم هم عايزين يخربوا نادي الزمالك؟ انا مظهر كتير ما هو نادي منافس ليك. معهم الشرط كون انت اعلامي محايد وفي نفس الوقت كون هادفك انك تضر بالنادي اللي؟ انا نارضة يعني شعبيت في الزمالك لانا بقى احب الزمالك وسبت الكورة كلها وسبت دخل من الشرطة ومن الكورة عشان اجا اخدي بنادي الزمالك اللي عمل اسم احمد سليمان. فالناس دي برضو بتستفيد قوتها مع ناديها. الاخر احنا بنرجع للحضن بتاعنا اللي هو ده. انا مقدرش النهاردة اروح نادي منافس اقوله يعني احتوى احمد سليمان. لكن النهاردة اقدر اروح نادي الزمالك وقوله احتوى احمد سليمان. هم طبعا عايزين بيبينوا بطريقة انه هم بيساعدوا ناديهم. لكن اه ساعد ناديك بس يبدا نادي الزمال. ده مش هو يعني بعد يعني حتى ما حصل حوار بيننا وحتى ما طلب لانا اجل حياة قلت لك انا اسمع عن كذا. بس ما دخلت وبسيط على حياتك لقيتك راجل محاية جدا وبتتكلم في قناة النهار راجل فير مع كل الناس. ومثال النهاردة انت بديت نادي الزمالك حقه. ام. ابدي نادي الزمالك حقه في ان اتحاد الكورة مقدرش ان يدير الملف بشكل صحيح. لكن لما هنيجي نتكلم على اجراءات كود احنا كان لدينا قضية من الاول. قلنا ان اجراءات الكود لم تتم بشكل كامل. اللي تسبب في كده بقى اتحاد الكورة تأخر مسؤولين ازا ماك. في المجمل كله ان الاجراءات لم تتم بشكل كامل. بص. كان فيه اللي هو اسمه الديب. رب الله الرحمه كان مدير اتحاد الكورة. اه. كان الناس بتشوفه بيغمى عليها. ام. بيغمى عليها. اه طبعا. اللي هو الديب ده كان حاجة. وهم دي اللي اتحاد مش ماجر سدارة الاتحاد. اتحاد اتحاد الكورة معزور. شخصيته قوية. اتحاد الكورة ليس له هوية في مصر. اه. ليس له هوية في مصر. ام. يعني ليس له هوية. ملهوش جبوره. اعلاميينه بيبقى معاهم. اوزدك على خليل الديب. ايه. اوزدك على خليل الديب. لا لا اه خليل الديب اه. اه اه. اللي هو الديب كان معروف يعني ده رسطورة. ابنه بقى وزير بعد كده. وليس بقى ما يتعين شمس. وبتاع الدكتور الديب. ام. وخبال حيك. فا. اكتر واحد قاعد على كرسة مدير اتحاد الكورة. طبعا. اه. فالكصص دي لازم ترجع. ام. بترجع باشخاص. بترجع بمساندة الدولة. ترجع بقوة. انا مش لازم يجي لجنة تظلمات وجوه. انا بسطي جدا باللجنة تظلمات الاخرانية. ام. لان انا اعرف الناس اللي يمثلوا فيها قامات كبيرة جدا. وعرف وضعهم. ناس هتحكم. هم يحصل واقع قدامي. نفس بيقى فيه حقوق. انت النهاردة تحاد الكورة كان اساسي اللاعبين ان انت اللعيب اللعيب فيفا بيدي اللاعيب يكون موجود في الملع. تمام. كهرباء عليه فلوس قد كده وبالعب في الملع. طيب انت النهاردة اربعة عايز تحرم نازم الزمالك منهم عندهم في هذا الشخص. ما تلاتة. اه. او تلاتة. اه. عايز تحرم الزمالك عشان هذا الشخص. انا اسف. ما هو الكهرباء هو. بيلعب وهو لسه مدفعش يجنم اللي عليه. اه. وخبال حقيقة. لان الاتحاد الدولي بيدي فترات وبيدي مدد وبيدي. وعايز اللعيب يكون موجود في الملع. انت قصدك يا كابتن حتى لو الاتحاد ليه مديونية كان ممكن ياخد المديونية اللي ليه عند النادي الزمالك بطريقة تلاتية. بس بس بس. اه. 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 اتحاد الكورة حصل تطاول عليه. اه. اه. لان القصة ديه انتقم في نادي الزمالك. اه. انت شايف المنظور ده. تمام. اه. لاس وده غلط. اه. لان نادي الزمالك اكبر من اي شخص. اكيد. نادي الزمالك داخل بطولة افريقيا. نادي الزمالك داخل بطولة افريقيا. اه. اي اضافة اللعيب. نعم. لعيبه يصبق باز عميني. صح. اللعيب عنده شاد بنوع النموت نفسينا. ونجي عمله عليك طبيعي وبتاع عشان نلحق المباراة. اه. اخبار حيث. والصفقات الاخرانية في نادي الزمالك. لم ترد طبوحة جمالي الزمالكة. اه. فنادي الزمالك على طولة. دور مجموعات قوي جدا. مع التراجع ومع الفريق الجزائري. ومع المريخ. فرقة تير. يعني محتاج كل اللعيب. ممكن تكون اللعيبة دي اضافة قوية عن الصفقات اللي هم تثبت وغضى حتى زي اللحظة. طيب. انا هتكلم على فرقة نادي الزمالك وفورس الزمالك في افريقيا. بس خليني ارجع معك شوية الورى. 2014. كنت موجود في مجلس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الحالي. وفي التوقيت ده. كنت عوضه مجلس ادارة. وحققته يعني موسم مميز جدا. شاهد الفوز ببطولة الدوري بطولة الكاس. كمان على ما اتذكر. والفرقة دي اخيره بطريق حامد. كنت جايبين طريق حامد. وجايبين دودار. وخالد امر. والشناوي. ومعروف يوسف. وإحمد الشناوي. وإسلام جمال. وإحمد سامير ده. جبنا عنده 18 سنة. جبته ب750 ألف جنيه من الدخلية. ضيع ماشينا من عندنا. اللي هو مفروض الوقتي. لو التواصل الأجيال اللي كان موجود في ناس زمالي. ضيع من إنا بتاع تصعب وانت ده دورين. يعني شوف ضيعه اتنين دقوة. فالفكر احمد سامير جاب فينا أهداف. طبعا طبعا. هو كان للأسف برضو الادماغة والأغراض الشخصية وليس للمصلح العالمي. ضمار ده ازال فريق. ماهنا بقى عايز اتكلم ايه اللي حصل في التوقيت ده. المشكلة كانت فيه ما بين الكابتن احمد سلمان ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور. واللي خلي بعد كده كابتن احمد سلمان يمشي من ادارة نادي الزمالك. الازمة كانت فين؟ هل كان ليه علاقة؟ هل كان ليه علاقة بموضوع الصفقات؟ جنا جنا مجلس ادارة منتخب. ايوة. وكنت محاصل على اعلى اصوات. انا واخد الحمد لله اعلى من مرتضى ودكتور كمال درويش ورقوف جاسر. وقدرون مدلقامات انتخابية وحمد جليل ابراهيم. واخدت منتلافوا شوية صوت عن اصوات. كنت على الاصوات في كل الناس. فالناس السبشرت فيها خير. خدت ملف كرة القدم. بدأ احنا بديرنا ملف كرة القدم باسلوب محترف. كان نادي الزمالك قاعد سنين طويلة عشر سنين ما خدش اتنين كاس. حبنا نغير عشان برضو الناس تفهم التغيير اللي احنا عملناه في 2014. ده غلط في كرة القدم في ريب وطلاط. انت اجيب كم ازا اللعيب. لكن احنا قدت لازم تعمل تغيرش كامل في المجموعة اللعيبة عشان تجيب وجوه جديدة. ربنا اقرامنا باتنين دور وكاس. التوقيت ده كان متطلباته كده. اه. قمت انت نهاردة الموشف عقورة. موشف عقورة عملت مع مشاكل سلامه عليكم لانت في الاخر جاي عملت تطوعي. اه. وانا النهاردة مرتضى منصور مثلا لما كان في مجلس دارة نادي الزمالك. اه. كان بيقض عد ويقض مشاكل مع الرئيس مع عمره مستقال. ايام دكتور قدرش. بيقضل موجود مع غيره مع دقسام ومحاضر اسماعين سليم وانا دكتور اسماعين سليم وناس تجيلة يعني مع على مدر الطريق كله. اه. سلامه عليكم انت الرئيس الاعلى اتفضل تبقى موجود. فانت اخدت القرار لان خلافات. يعني الموضوع مش. سبب الخلافات هل موضوع الصفقات فعلا ولا زا ما بتردد يعني. ان الصفقات كلها كان يقول كابتر احمد سليمان هو اللي بينجح في نهاية التعاقدات. الناس هتقول ان احمد سليمان اللي جنار مش عارف الصفقات. اه. يا سيدي قطر الخرم لك انها كنت بقى عمل منظومة عمل جماعي. عمل جماعي. اه طبعا كنت بقى. بسأل المراكز الجهاز الفني. ايوا. المراكز اللي عايزيننا. وبنرشح امير شائم وحمد سليمان. اه. وبنرشح الناس كتير. اه. وفي الاخر تدر تجيب المدير الفني يقولك. وبتسأل المدربين النادي في الاندية المختلفة. ايوا. وخبال حقيقة. اه. ورتمه معين بالاسعار تحافز على قط اللبس اللي اختراع عميده. ايوا. قط اللبس ان تحافز على. احنا بشعر في الاخر. طبعا. وخبال حقيقة. وان اللعيب اللي كان بيجي بيقعب بيمدر عشرة جنيه. انت بترتدي بالعشرة جنيه. مالكش لعب اللي جيرك قديه. فالامور كانت كويسة. هو اللي دا عايزين يعمله نجوم. فبتلك كانت النتيجة النجاح بالنسبة للفرق. النجاح. والحمد الله اللي احنا رئيس النادي بعديها طلب من السادة الوزير خالد عبا عزيز ان يرجعني بعد الاستئالة. لكن انت قد السرعة. اه طبعا. دا موجود في الفضائيات يعني. كان معنا الدكتور مصاف عب خالي. لان احنا عارفين الجهد اللي كان موجوده. والحمد الله كان هو في السرعة في كل حاجة. لكن في الاخر حصل يعني ايه. في الاخر انت بتعتش للسرعة. انت جاي للسرعة انت جاي تخدم. فاللي هو الارجح ان نبدل في السرعة. ومشاك تفضل الحقيقة. اما جات فرص الانتخابات. 2017 و22 و22 نزلت. مارس حقوق العادية. في وقته معين ما فيش يعني. هرجع اتكلم في الانتخابات الاخيرة بالتحديد. خلينا بس نروح لفاصل سريع الاول. ونكمل حوارنا الشايك مع كابتن احمد سليمان بعد الفاصل استنمون. يلا بي. لسه متواصلين مع حضراتكم. كاملين هذا الحوار الشايك جدا مع كابتن كبير كابتن احمد سليمان. كابتن احمد كنا نتكلم عن الانتخابات 2017 و2022. انت صورني لي بالحاجات المؤلمة دي. لا الحاجات مهمة. جمهور نادي الزمالك برضو عايز يتكلم عنها وعايز يعرف الكواليسها وكلام منها. هل بتشوف من وجهة نظرك اسباب عدم النجاح في الانتخابات. بشكل عام خلال الدورتين الاول مرحلة او الانتخابات اللي اتعاملت مؤخرا. وهل ممكن تفكر الفترة الجاية فانك تنزل انتخابات مرة تانية. بص انا قلت قبل كده. انا مش هكلم عن انتخابات 2017 اللي انا برضو حصل فيها كواليس كير جدا. طب اللي بنتكلم. وكعلت على اليومين. انا اكلم عن اخر واحدة. لان اخر واحدة بالمنطق وبالعقل. فيها فجر غير طبيعي. يمكن انا قلت الرئيس النادي. انا بقول عليك تزورت الانتخابات. وروحت روح نيابة انا بقول انت هو بخش. اه. ليه فاندم. انت شايف ان هو زور الانتخابات. طبعا انتخابات فات وزورة. فانت بالعقل انا مش عالك بيشتغل. الانتخابات اللي فاتجها حوالي سبعة واربين الف تلتمية خمسة واتسين على ما اظن. تمام. يعني دول في الساعة احنا انتخابنا سبع ساعات. لان فيه ساعة عملنا مشكلة مع اللاجنا لان حاجاتنا ما كانش بتخش اوراقنا. وشفت المطامر الصحفي اللي هو ما كانش مكملش والنور قطع علينا. وشفت المكرافون حتى الاستاذ عمر ادي بعلق عليها. وكل الناس عليها تعالى الانتخابات اسوأ من انتخابات حاصة على مدار التاريخ اي حاجة في العالم. مناصة المجلس اللي وحديهم ومكان اللي ما يخش الناس تعدى عليهم. كل حاجة واحنا ما عندناش اي حوء اوراقنا وحاجاتنا. فاجي سبعة واربين بالمنطق. وبنقول احنا سبع ساعات. فيه ساعتين وساعة بتاعت الصلاة. يعني حوالي جيه في الساعة ستة لافة وسبعمائة صوت. ايوة. وهم صوتوا. اه ستة لافة وسبعمائة صوت. بقول للكاميرا بقول لي مصر كلها. وبقول للإدارة الحالية. وروح نسبة الكلام ده سوا ونفتح الملفات في النيابة. انا بتطالب بكده. لو هو هيروح. زي ان بروح تلكاس بغير مشروعة. مش هلا عليها انا باخد عملاتي. من روح تلكاس بغير مشروعة عدم دفنية في سوفي. هو راح لجد دولة ما راحش. وانا اعلم بصروته قديه. اعلم بصروته قديه. تمام. واخد بالحقيق. روح النهاردة. في الساعة. حوالي مية وستاشر. في الساعة. على مدار اللي في الساعة. جيه صوت ستة لاف وسبعمائة. ستة لاف وسبعمائة. يعني في الدقيقة. الدقيقة الواحدة. جيه مية وطلتاشر واحد صوته. مية وواحد تلتاشر صوته. وفي تسعة ناد نادزة ملك كلوم كيه موقامة. تسعة تلاف صوب باطل. كان كلهم لحمد سليمان. كلهم. يا فندم انا مدخلتش النادي. بص 2017 دخلنا النادي مرة واحدة. عشرين. عشرين اتنين وعشرين. دخلنا مرة واحدة. ومرة ما قدمنا. قدمنا. ومرة واحدة ما قدمنا. يوم ما وقفنا مع اللجنة. ويوم مع المطامرة ناصر. تمام. ثلاث مرة. وجبت ساعة شئة الف صوت. اللي كان رئيس النادي بثقة. اللي هو يعني انا عز وجل ورسالة. وجل رسالة مرتضة منصور. ايوه. احترم النادي اللي انت بتمثله. ام. طريس نادي الزمالك. ردينا ماباين انت هذه اللحظة من طريس نادي الزمالك. تمام. افل فيسبوك. افل اليوتيوب. ام. طلعش في قناة النادي. ام. اشتغل لنادي الزمالك. نادي الزمالك بيحتاج كل ثانية وكل دقيقة. ام. عمل. ام. فدي رسالة الاخيرة. عشان خاطر. جماهير نادي الزمالك العظيمة. انت مش عاجبك اسلوب اه. ولا عاجب حد. ولا عاجب حد في مصر ولا برا مصر. اه. ولا عاجب برا مصر حد. بص. بقولها للتاريخ. تمام. كل ده عشان حاجتين. طولة اللسان تغطي على حاجتين. اه. او التطاول يغطي على حاجتين. اه. حاجتين. تزوير الانتخابات. اه. الفج. في الفين عشرين اتنين وعشرين. اه. اللي جي فيه سبعة وعربين. اه. اه. تلتمية خمسة وتعين. اه. يعني زي بقولنا في الساعة ستة الاف وستة ومعين صوت. يعني فيه ديئة مية وطلعتاشر. اه. مخبرة حيك. واهدار المال العام الفز. اه. في نادي الزمالك. تمام. نادي الزمالك. ولا في حاجة بمؤيسة. ولا ممارسة. ولا اي شيء. اه. حاجة بحيك مثال. تطع. فيه بنك السي اي بي. اه. بنك السي اي بي. البنك السي اي بي كان زمان في حصل دكتور كمال درويش وصمم دو عباس. احد البنوك. دكتور رفعوا احد البنوك. اه. رفعوا قضية على البنك. تمام. عشان التحويل. اه. في الاخر حصل مصالحة. اه. مع اه. ممضوع عباس. وهو البنك ده. تمام. تمام. ويتحمص حلق وديه كده ما احنا قاعدين. مم. تمام. قام القضية الشاغالة فاضل شاغالة. لغتا ما الحكم خاد النقد. وترفضت القضية. بقى الحكم نهائي على هذا البنك. اه. افوق جاء. الفتر الفات دي ده. وحاجة غير معلنة. مم. اني نادي الزمالك دخله 120 مليون جي من هذا البنك. مم. انت عارف حكم النقد يعني ايه. مم. يعني رقم واحد ان هذا البنك يسلم النادي. يروح يسلم النادي. المقر. اه. اه. انا قضيت طرد. اه. فاهم اصدق. يروح يسلم النادي. انت قصدك الاوف اصور النادي. اه. اه. حتى على الورق. يعني انا قريك حاجة بس المعلنة كده. على الورق. لا. هل هو تم على الورق. التنازل. البنك يسلم هنا. وبقى كده. ما عملتش مؤيس عليه. ممارس عليه. يمكن ان تديك 120. اه. يمكن تجيب بنك تاني يديك 150. اه. انت جددت نفس البنك اللي عليه عضية. اه. وانا بقول يمكن انا غلط. يمكن ان يتحصل توضيح. اه. وخبالها يقدم سلب بوسيط في دي من حاجات كتير جدا جدا جدا. اه. رحت الاموال العامة. وهل لوزارة الشباب والرياضة. اما ده كان دكتور عاشق صبحي. وزيرة للشباب والرياضة. يحاول مجلس دارة الزمالك. مجلس دارة الزمالك ده حاجة كبيرة. طبعا. مش مصر بس برا. اه. يعني اما تقول نيابة الاموال العامة. انت متأكد مليون المية. انا هزال ورا جر. قصدك كاسم مجلس ادارة كيان نادي الزمالك. كيان نادي الزمالك. طبعا. ما هو كيان نادي الزمالك كلنا في الاخر زمالك. طبعا. بترجع زمالك عشان كده الرسالة بوجهها. اقفل بقى. اقفل. اقفل ده. اقفل تجاوز على الناس. اقفل موظفين تعمل معاهم حاجات. رجع الناس الغلابة اللي انت رفضتهم. في ناس كتير جدا غلابة. اترفضوا. اعضاء جماعية ومية محترمين. يعني النهاردة اللي بستمتع بالناس الزمالك عادوا جماعية ومية محترمين لهم وكل حاجة. بقى لهم سنتين وثلاثة. في ناس بقى لهم اربعين وخمسين سنة. وصارهم براهم برا النادي. يا فاندم هنا في انتخابات اللي فاتت. في حوالي ربعمية وخمسين صوت. ناس يعني ايه. زي ساز الحاجي مجدل عتال. وانا العتال. وانا وسازاني شوكري. وناس كتيرة جدا. واسمها يعني كانت من اعضاء جماعية. اتشالوا من الكشوف. رحت اقدمت في وزارة الشباب الرياضة. ووكالت الشباب. طلب ان الناس دي لازم تدرج. تمام. لان العماد بيع بعيد زماجيه. واحدة السادة المستشارين. رجعوا الاعضاء تاني رجعوهم. هو شالوا من الكشوف. فالصراحة وقالت. وزارة الشباب كان الكشوف حوالي تسين الف. اه. رحت اقناعتنا وكيل وزارة الشباب الرياضة. حط اللي روبا 150. رجعنا النادي حطوهم. وليت الكشوف بقى مدسين الف مية وعشرة. حطيت روبا ومية وخمسين واحد. بقوا مية وعشرة. واخبالها هيك. انت بدخلت. اتشال ناس كتير اول. اتشال ناس كتير اول. فالنهاردة في ناس بقالها سنين كتير. في ناس زمالي. انا برفع قبعة. ايبا. لكل واحد نازل انتخبط الدمورتاطة. لهذا المنظر طبعا. ده كله مع راسي. ما قالوا احدى الزملاء في احدى الاندية. ان في طلب بينهم. ده احنا يتعمل لنا تمثال. اللي هو زي مثلا. يعني هاني العتار نجح وما عارفش يخش النادي. اه كان في المجلس. المجلس. اه. عبدالله جورج نجح وما ده ما فيهش يخش النادي. اه. محمد ابو العالة. نجم النادي الزمالي وكابت النادي الزمالي. وكابت النادي الزمالي. يجوا اسقاطوا قدام الناس غير معلومة. اه. ممكن يقول لك ده صوت جميع عمو ميه. صوت جميع عمو ميه. محدش عارفه. طب اقول لها حيجبيني عظمك لذلك الزمال. انا اقول لك محدش كان عارفهم. مم. هو قل لك القايمة. ما واحد قال لك القايمة بتاع تقول لها تنجح. اه. ده مسائل ان حصل تزور في الانتخابات. اه. اما قايمة فيه ناس اما شام نصر يستحاد اليد. اه. وقيمة واقامة كبيرة جدا. طبع طبع. بقى دي فوق فيه. فيه حاجة مش مزبوطة. طيب. انا عايز. انك اتكلمت على اسلوب رئيس نادي الزمالك في الحديث دائم. دا ارجع على الفيديو. لا. عشان برضو. في كذا. نقطة يا حبيب الكريم فيها. بالتحديد. العلاقة مع النادي الاهلي. والعلاقة مع الكابتن محمود الخطيب. كواحد. زمالكاو كبير الكابتن احمد سلمان. كيف ترى. من المفترض ازاي. تكون العلاقة بين الاهلي والزمالك. ورؤيتك. هل. بس انا سألك صورة. هل بتطاقعش. وانت رجل اللي يعنيش جوال نادي الزمالك. اه. في ناس. شوف على هجوب رئيس النادي الزمالك. على النادي الاهلي. على النادي الاهلي. على رئيس النادي الاهلي. انا اقولك واعلم كواس جدا. في ناس مرحبة كبير جدا. ان هذا رئيس موجود في نادي الزمالك. من اين. لانه بيساعد على عدم استقرار الزمالك. اللي بيقدن النادي الاهلي يوصل البطلات. اه اه. انا بقولك اصرالي. انا بقولك. انا بص. انا دايما بطل على الهوى بقولك. اللي بقوله تحت. بقوله جوه. في ناس جوه النادي المنافس. يعني انت اصلاك في جماهير اهله ومس. نقولك مصلحة النادي الزمالك ده موجود مسر. هل النادي الاهلي هيقدر اقول على فتح الله فتوح. وعبدالله جمع بتعطب مخدرات. نعم ره ما تحصل. اما ليس ناس زمالك انت ساعتيني. ده فتوح احسن باكلفت في مصر. طبعا طبعا. ومنتخب مصر. طبعا. واحسن باكلفت زغير السين. يعيب جامد اوي طبعا. هل النادي الاهلي يجرؤ يقول انه فتوح بياخد بطاعته. ده انت رئيس النادي. انت قصدك فتوح لعب في النادي الاهلي. هل الاهلي يكبر بنفسه يطلع. اه. يا فندم عمرنا ما اسمعنا فيه غرف مغلقة. مانا بقولت له رسالة ليك. رسالة. رسالة. سيبك ويحصل تطاول علي. اما اتقال تطاول كتير. اه. زي ما انا عمل. انا تعبتم بالتطاول. اه. فقالك ده عمل طولوس مستفقات ومش عارفة. الله اعلم ما يجيب الناس معرفون بالاسم. طول رح تكسب غير مشروع. اكبر جان ان طبعا انا راجل فيه وزارة داخلية. اه. اه. تمام. من سبعة وثمانين. اه. لعشرين عشرين داخل موظف حكوم باكتب اخراج زي ما مالية. اه. وانت راح مقدم طلب في نفسي. انا جماعة بتقال عليها كذا. محصني. مم. وفحص هزا الشخص. انا روحت هو ما راحش. مم. لو هو عنده القدرة. اشوف الكاذب غير مشروع بعد المساندات. انا بقول لي وزير المالية مش هو محامي. اش هو محامي. انا طب. بقول لي وزير المالية شوف درايبه. اه. شوف درايبه. اه. شوف درايبه. شوف الدرايب قد ايه. اه. شوف الدرايب بتاعت مكتبه قد ايه. اه. عشر سنين فاتوا دي شوفهم حضرته. اه. اقسم بالله ما يجو. اتعاف في ربعة دي. ما انا اعرم كويس جدا. الدرجة دي. اه. اقسم بالله ما يجو ربعة اتعاف في قدية. اه. عشر سنين. عشر سنين. عمالنا النادي الزمالك يصب فينا وفي أهلنا وفي ساعة وناس كتير جدا محترمة زمالكوي ناس كتير محترمة جدا زمالكوي التطاول في بعض الأحيان بيحصل على بعض الرموز وعبرزه من كابت المحمود الخطيب وانت بداية الحلقة اتكلمت عن كابت المحمود الخطيب منتهى الاحترام ورمز كبير من رموز الكرة المصرية طبعا يعني فاني من رياضة أخلاق أيوة رياضة أخلاق الزمان كانوا مثل خالفلك الروح الراضي أيوة لأن الأخلاق الراضي خليك عندك روح راضي عندك أخلاق راضي في تنافس في تنافس ده طبيعي طبعا لكن لازم يكون في احترام في احترام طبعا بين الناس وبعضيها أنا بكت كابت المحمود الخطيب في قطر الناس قدرتنا وكابت المحمود الخطيب وجابوه قدر رحمة حسن وجابوه وده كاس عالة الناس عاملونا أنا شهري كامل نسافر في الاستقلاس قاعد في أعلى فندونات تكلفة غير طبيعية على شخصي وعلى شخصي كابتن حسن شحاته وكابتن محمود الخطيب ناس تمثل ما كان حسن شحاته والخطيب نازلين بأيدهم في أيدهم بعض لا ودائما العلاقة متازنة أنت تساعد النادي الأهلي على صنع وانتصاراته شوف أما يكون ترئيس ناديه منافس وتساعد النادي المنافس على صرحة انتصاراته أفتر من كده إيه أما تهاجم لعيبتك وتهاجم رمزتك وتهاجم جمهورك هو الفتر اللي فاتت انت بخلت نفتح والله عزيزي وشعرفت انت قلت الفترة رفاتي الجمهور هنزل الشارع وجمهور هيعمل وجمهور هيعمل الجمهور رد عليك في الصدقاء مش واحد ولا اثنين ده أكبر نسبة جمهور دخلت في استاد لملعب الزمالك الماتش بتاع أفريقيا على مدار الموسم يعني شايف إن مستوى نادي نارضا فيه بدأتش تبه لا ليه لا متعودين المستوى الحالي لفرقة نادي الزمالك شايف إن التصرحات دي سبب رئيسي فيه وبعض القرارات الإدارية مثل حالي في قرة القدم دي من كلمة بولة ملعب ما خارج الملعب فيها نديها منافسة بتقدر توفر المناخ المنافسة طب أنا النهاردة هل اللعبة مركزة احنا بننا 22 يوم في خيط وعدم خيط ده غير تلك يؤثر على الملعب أما اتنين اللعبة تهمهم بمخدرات دي أثر على الملعب أما يجيب مدير فني واشيله وقالته وبعد كده يجي مدارب تاني واشيله وقالته والاتنين يعودوا متنفرين دي أثر على الملعب الإدارة في الحقوق كلية الحقوق بتدرس حاجة اسمها علم الإدارة طبعا مادة كاملة احنا خدناها الحمد لله في حقوق واخبار الحقيقة مادة كاملة يجب أن تصمت لصالح نادي الزمالك آخر ده بقوله رئيس نادي الزمالك أن تصمت لصالح نادي الزمالك وجاهل من نادي الزمالك اللي مش مستحملة بقطعيتها فرقة واخده سنتين دوري وروح أجيبهم 13 اللعيب ومشي إمام عشور أحسن واحد بعدها لأس سؤال لو أنت كنت موجود في إدارة الزمالك مثلا سؤالك الرئيس النادي أو كعضو مجلس إدارة أو كناب رئيس وجالك العرض بتاع إمام عشور 3 مليون دولار كنت هتوافق ولا لو فيه البديل لإمام عشور يمشي النهاردة مصفى شعبان مصفى شلبي بلعب ناحية إمام عشور زيزو بروح يسيب ناحية لمن المميز فيها بلعب ناحية أمام عشور شكبالة ساعت ينتقل روح ناحية الشمال من هو مكان يعني أنا عرضه شيلت باكلفت من الباكلفت الباديلية سبت مشيت أحمد الشنة وجابت عواد على عينه وراسه تمام يعني أصدك لازم يكون في البديل الكفر ممكن بقى الظروف الطعام اللي عوض غياب هو برضو يعني برضو عشان ما قلش أنا أنا ذا هل إمام عشور فعلا فضله فترة أو ليلة يعني مش متابع العهد اللي فهمته ده من حاجات حقهم مثل سنة سنة أو سنة ونص حال كده مش 3 مليون يورو مش 3 مليون يورو دولار دولار وما يوكو ياخد فلوس قدي كده احنا 4 مليار وشوية دخل نادي الزمالك في 7 سنين 4 مليار ده كان نادي الزمالك رقم كبير أه يا كبت رقم كبير يا فندم أعضاء نادي الزمالك أنا دخلت الانتخابات 2014 تمام بتالحالة بتاعتك دي المنطقة تعديت في 2014 أصلاح الجمهور نادي الزمالك يعرف يا كبتان وبرضو جمهور نادي الزمالك عايز يعرف والله أكون فهم وأنا حسألك سؤال دلاتي في العشر سنين والسنين اللي فاتت إن الجمهور الزمالك فريق يخسر بطلقات وكمل مشاكل وجمهوره يزيد عارف ما بلاقي واحد كبير ما ببسطش في الاستاد يعني بشوف اللي بقى ساعات بتجي الكامرة ما بلاقي حد كبير ما بقى مش مبسوط أو ما بلاقي ولاد 12 سنة أو 12 سنين وبناس زغيرة بقى بقى سعيد إن مستهبى النادي الزمالك موجود بجماهيره حلو أنت عايز وتك جماهيرك اللي هجيب لك سوشال اللي هجيب لك اللي هجيب لك فلوس جماهيرك اللي هجيب لك رعاة جماهيرك اللي هجيب لك بطلاتك جماهيرك اللي هزود شعبتك جماهيرك تموه الجماهير دي ممكن تقول لك مش أنا الأوان بقى إن يحصل مثلا نوع من أنواع التكاتف بين رموز نادي الزمالك وبالتحديد مثلا خلينا نقول لك بس بالتحديد رئيس نادي الزمالك الحالي الكابتن أحمد سليمان الأستاذ منضوح عباس وينيبقى في نوع من أنواع الصلحة أمره وارد ولا لا بل سأقول لك حاجة أنت أولا أنت كلمت في زمامة الشخصية كلمت في قصارنا وبيوتنا مش أنا بس غيره وغيره 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 وخبر حيك الموضوع ده خارج كيان خالص وأنا بزعل من بعض الزمالكوية المختفين قال على أمك سوري يعني وعلى على والدتك وبنتك وشرفك وبيتك وفلوسك وحالك وما بيتفجهوش حزين حزين في زمامة كلمة من دورة بيحاول الجميع ربنا يكريبهم إن شاء الله وعايزين يطلعوا وقلوا كلمة وعملوا صرخة صرخة لأن الجمهور الزمالك برضو بتطلب أحمد سلام بحاجات بتطلب محمد أبو لالة بحاجات بتطلب شام ناصر بحاجات بتطلب ناس كتير بحاجات فإحنا بنعمل اللي علينا زبا النهار ده أنا بدي نصيحة أنا بأعمل أكتر من كده أنا بخش النادي الانتخابات يعني أنا مفروض ما يكون جاب سبعة شارة صوت أتواصل مع الناس اللي هما دولة تدوك صوتك ويدوك الناس واسخ فيك إنت مدخلش النادي يا كبت خش يا بأ إذا خل من أخرجت من 2015 حتى هذه اللحظة كل دخلتهم ست مرات أهلا إنت مبنوع من الدخول؟ مبنوع من الدخول ياهلا؟ لا إحنا بص طبعا إحنا على طول مشتوبين وموقفين ده أنا قبل الانتخاب الرابع سأولك ده مشتوب أيو يعني لو راح الكابتل أحمد سلمان على بوابة نادي الزمالك عايز يدخل النادي يقعد شوية يشرب له كباية قهوة مثلا مش عارف يدخل؟ لا أعرفهش أمش مره أمانعو زوجتي امتنى داخل الوحدي عندنا القدرة نعمل كل حاجة بس إحنا بندور على نادي الزمالك وعلى استقرار نادي الزمالك حتى لو مع فاسد هنشوف وصلة لإيه نادي الزمالك حتى لو مع فاسد يتمنى أن ناخد بطولات يتمنى أن احنا بكون في استقرار نادي الزمالك يعلى نادي الزمالك بغبير بالتالي هل برضو حسألك نفس السؤال هل ممكن يحصل صحبه فيه حاجات شخصية لنا لا لا ما ينفعش التنازل عنه أنا الناردة قاعد فهم أصدق قاعد في وزارة الداخلية من 95 ل2020 25 سنة داخل دوان وزارة الداخلية وراجل حياته بطولات تلع بطولاته أعلى سيوم داري بكرة في مصر تلع لينا كذا وكذا 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 رأيك كيف حاجز الأستاذ مامضوح عباس على رسلتنا الزمالك يعني أنا موافع ومش موافع ده معنى هي حاجة كفارغة يعني بص أنا بدي الفرصة بدي الفرصة زي اتحاد الكورة يعني أنا صورتي جدا يوم اتحاد الكورة لأن أنا عارف إن موضوع القد هيبقى بلونة لأي هزيمة وأي خسارة معنى اللعيبة لسا مش موجودة وانت جبت حاجة نشرة اللعيب واخبال حاجة وانت جبت حاجة نشرة اللعيب انت حضرتك النهاردة أستاذ مامضوح بس راح جاب عمل حاجز هتبقى تلكيك أن الحاجز الحاجز على حساب واحد الحاجز على حساب واحد الحاجز على حساب واحد بس مش لما بيه في حاجز على حساب واحد بيبقى في البنك المركزي بيتعمل بلوك على كل الحسابات مش هتمنى مقلت أنا خدت البنك ده 120 وجبت ده 130 وده 140 خلاص خلي الحاجز البلوك أنا كسفت أما مسؤول اتحاد الكورة بيقولك شيكات رطدت من نادي الزماني أي ما هو مسؤول اتحاد الكورة اللي أنا النهاردة يعني أميني الصندوق اللي بيمضي أو هو عامل دلوقتي يا أحمد جاب واحد من الشباب أحمد ديابس والله كويس حطه هو اللي بيمضي ريس نادي طيب ما تبديش انت ليه يعني الشيك اللي بدون رصيد أحمد ديابس والله لطيف ما تبديش انت ليه اللي هو أصدك على عضو مجلس إدارة تحت السن إيه دا صح أصدك أحمد ديابس هو اللي بيمضي أنا شفت أيو أيو أنا شفتنا الشيكات وعرضناها هنا أنا عمري يا بقى رئيس نادي وامين صندوق قمض شيك غير ما يكون في رسيده في البنج ردوني التربائي أم 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 جواب لأمير الشام القناة النهار إيه اللي أنت حيك تستحك عندي 500 ألف جنيه الأزمة ملاف ناس زي ما تتحلل زي من وجهة مزرق حلول كتير بس يبعد وإحنا هنحل كل حاج والله عندك استراتيجية وحددة للحاج دا لأش لا ربنا قرب مع عارفين بكرة نعمل زي ما 2014 آه ما أنا يعني إيه ما جيت تتقلي كده أنت الوحيد اللي في الكرة تصرف اتقلك كده تقلي طبعا كده وتصرفت أفندي في وقعة لم تحدث في تاريخ القرى المصرية آه في اتحاد الشرطة الرياضي أنا الوحدي آه ومعاه المرايب المالي وإداري وخبال حيك لوحدين آه ثمان ساعات في اتحاد الشرطة قاعدين قدام مساعدين الوزير أيبا وعلي غيت ومن النادي الأهلي أستاذ محمد أبوهاب اللي هو طريق الدير واللي هو مدير نشاط الرياضي أيبا وقاعدنا على عبدالصاد آه معروف يوسف وقالد أمر ودو داش آه وخبال حيك وإذننا الحمد لله ناخدهم بأقلم المبلغ بتاعنا داعي بس أنا وما عاملين منظومة احنا عملنا الحمد لله سوري يعني في اللفظ شبكة وقل للنادي الزمال شبكة وقل كان زمان فيه وكيل للنادي الأهلي هو اللي بيه بكل حاجة آه وكان فيه وكيل للنادي الزمالك على طول آه احنا ما جبنا السبعة طهر أنا النهاردة لو بستفيد ما بيخليش اسمه معين هو اللي بيجيب العابة من بره والناس كلها كتك بكتير والناس عارفة أنا خليت تسع وقلة جابوا اللي 14 اللي عيد عملت أولا أما أرفع عميري شامده وكيل فضل أنا عايز أحمد سلمان من كذا وكان بيجي بعدها خمس داعي وخليت فيه تنافس بين الوقلة اللي هما دلوقتي وعندهم موجود واللي عندنا دهنا كبمات مية يقول مش هما يوابي حقيقة بتعاملوا معهم وبستفيدهم منه ما تديهم إلا عندي يقول مثلا يا فندم ده من الفجر راح جاب ولد عنده 17 سنة قال لك حمس داعي أخد 150 مليون جنيه والولد اعترف انه كل ده فيلم والعمر شفته وانا راجل يصابة شرطة عملت أنا معي كده ومانت عملت مع العادين ايه على مدار حراية حياتك كله عملت ايه عملت ايه كل يوم بس لجانا أحمد سلمان وليجان مش عارف حسين لبيه وليجان ممضوع عباس لجان مين يعمل لجان مين حصل مشكلة بينك ومن هاني العتال قبل كده لا لا ده أنا أخوي في بعض الأحيان تلع كلام ان فيه انت قادرتم نخليلك وجهت لي او حاج لا ايش مانا هاني يعني لا لا هاني معناه في قائمته والراجل طورة راجل ركز في عمله تمام الحزبي والحالة عاملة وعمل قناة تاجة ابتجاج خالص يعني حتى ما بيطلعش تصيح لنادي الزمالك بلقية كيف دور حزم إمام كابتن حزم إمام طبعا نيجب نادي الزمالك الكبير في اتحاد الكورة كيف تقيم دوره داخل الاتحاد خلينا مرحبا حلا يعني تجربة جديدة المرض الحزم شوية يعني عكس السنين اللي قبل كده الفرق الفرق انه هو متحمل الجزء تحمل جزء المنظار مع المدربين الأجانب وليس نادي الحكام كان ليه دور حتى لو فيه بعض الأخطاء ده شيء وارد يعني طبيعي فدي تغير في حزم يعني عكس ما كان موجود طبعا كان معها هانا بوريدة ومعنا سكتير جدا أسماء تقيلة كانت بالدور اللي بياخده دلوقتي فأتمنى لأنه إن شاء الله يكون لأن حزم كادر إداري كوي حتى تترشح لرئاسة نادي الزمالك في انتخابة الجزء إن شاء الله هم تيجي ده قرار انت عندك لا نشعني بص إحنا إحنا عندنا آآ رصيد آآ في الفين واربعتاشر وإلا حقيقة جبت ثمان تلاف ستمائة صوت عن مرتبة وعن دكتور كمال دلويش وعن أحمد جلال وعن كل الناس الحمد لله في أول مرة أخوش الانتخابات واجبت الأول على الانتخابات تمام أعلى نسبة أصوات أعلى نسبة أصوات في الفين وسبعتاشر وعشرين تنم وعشرين أنا لم أدخل النهدي وجبت سبعتاشر ألف صوت وفي حوالي تسعة تلاف صوت بطلين وطبعا ما جاشي السبعة واربين ألف تلتمية خمسة وتعين أنا بشرحها بالعب تمام للشخص العادي للشخص العادي اللي هو يعني معاتي دقية تمام يعني جي في الساعة هو بحسبة لسه ستة تلاف سبعة مائة سبعين في ديئة مائة واثناشر صوت وإحنا شوفنا كل دا ولا سبعة وإليك قدهم بره مخبر حقيقة فأنت لو رغبت الجمال العمية الناس اللي هي ديتنا أصواتها وليقيت إن هم شايفين ودايما لازم تبع عندك ميزة لو جدت بعرفة تعملين طب ما هو أنا على الكتاب بارد لشان كيف أسألك انت واخد قرار لترشح على رئيس الناس الزمالك شاء الله لو جدت لو جدت أعضاء الناس المناصرين اللي هي والناس اللي النية أنا أتكلم عن النية الموجود عايز أقول لك حاجة فضل رئيس النادي الحالي قعد عشر صيح ما يخش النادي رئيس النادي الحالي الدخل أكتر من مرة انتخاباته صوت تمام فده شيء ورد ده شيء ورد عشان مرضه طب هل إبتديت تكون مثلا قايمة خاصة لا يوجد انتخابات دلوقتي في الناس إحنا همنا دلوقتي أنا فهم ممكن بتفكر المستقبل رقم واحد دلوقتي إن أنا نظهر لجميل الزمالك إن رموزه والناس اللي بتحب الناس الزمالي مستلم ده واجهت رسالة إنه أفضل رئيس النادي مواضي رسالتي بقوله دلوقتي قفل واشتغل وابعد أولادك عن القصة وحبال حضرتك واشتغل وبلش ولاد بتبقاش يوتيوبر بتبقاش يوتيوبر لأن ما ناشية بتحبت أحمد السلمين 2014 لغاية 2015 عمل حاج الناس توصنيت فيها خير وانا رجيتنا شرحة الكلمة النفس فسيب الناس تتكلم عنه واشتغل لناس زمالك نادي زمالك محتاج ماجهوك كبير جدا نادي محتاج زمالك كيان كبير جدا محتاج توفير ماليات كدير جدا نادي زمالك محتاج طموح عندك من دلوقتي تشتغل كاس العالم الاندية هيبعد كامي كبير جدا نبدأ نفكر وطولة أفريقيا دي اللي بقالنا سنين لازم نكون موجودين فيها امتى زمالك يكون عنده رعاء بحاجة مثلا الرعاء اللي بيجوا لنادي الأهلي مثلا من وجهة نظرك او ايه الخطة اللي ممكن تتعمل عشان تجذب الرعاء لنادي الزمالك فانا في 2014 بداية زور برزنتيشن انا بقول كلام واصحابهم موجودين تمام بداية برزنتيشن الحمد لله الواحد كان ليه يدور معهم اه حتى رئيس النادي كان بقول لك شرح جاء اجيب احمد السلم وكان شبار فرد الاسم ام امش عبز الاسم ام وحتى في الاجتماع كان فيه ناس مش موجودة اما جبنا برزنتيشن وجدت وكان بداية هما قدرنا نعمل حاجة نعمل جزء مالي ام وجزء معنا جزء مادي ايو وجزء ادوات اللي هي المعسكرات والبطولة والاكل والشرب والصفر بره وجزء اللي الشرع لنا فقدرنا نعمل حاجة واسه انت خلي ناس الزمالك في استقرار نبطل كلام ونعمل انجازات هيجي لك رعاه من غير لا تتجوز في حق ناس انا النهاردة ما ناس الزمالك مش مستقر يعني وخبال حيات امشي دلوات عرصول ناس الزمالك في محلات متشمع ده بيتقفل وده بيتفتح وده بيتقفل انا ديتك مثال البنك هل البنك ده تسلم على الورق ده لو تسلم على الورق تبقى كارثة هل وزارة الشباب تسأل في موضوع البنك هل النهاردة الحكم النهائي انا حيجي دلوقتي خدت حكم النهائي لنا البتاع دي خلاص خدتع منك اخبال حيات يبقى لازم اسلمها بورق انا نفس الحكم تمام ادهلك تاني كده بفلوس ولا عمل عليها مزاد هاتلي ما زالت عمل في صور نازل زمالك ممكن امتداد ممكن حاجة بس لا يعرض طيب حسألك كم سؤال وعايز اجابات سريعة شوية طاقيمك ايه المشرف العام على الكرة الامير المشتظى منصور في الفترة لا لا هلوم عليه لكن طبعا فيه تحفظات كتير عليه ايه هي طبعا من كم محل من الحدلتك النهاردة تحقيق برنامج ناجح معك اربعة رؤساء تحرير وصفات حقيق انا ارضا السوشال ماندية بتاعتك عليها والبرنامج بيالة وبيجي لك اعلانات هتماشي اللي اربعة نا او ممكن تغير واحد هل فرقة واخدر اتنين دوري واخبل حقيقه وكاس اروح يجيب عليها الغاز دلوقتي بقى خمستاشر اللعيب ما هممكن حد يرد عليك مثلا دلوقتي يقولك ما هو وجايب اتنين دوري ايه ده ما هممكن حد يقولك ما هو وجايب اتنين دوري فريق الكرة معنى ما يكلم فنيات بقى. وللأسف هو ده مش دوره. دور الناس تانية لعب كاسعالة. وخبال حقيقة. لازم يتكلموا. انا عارف يعني منهم كامل كامل جمال كيمة اب حميد يعني. وخبال حقيقة. يتكلموا. وخبال حقيقة. النهاردة اتحاضر. احنا خدنا منطقة بمصطلة بطلاب 22 العيب. انا ليه خدتها الخبرة دي ما دي الخبرة. اطولك واحد احمد سلمان عنده خبرة. امير عنده خبرة. اثناء مقايه فاروق. انا لسه اول سنة سنة 91. بقى مسك نادي الزمالك. مقايه ده تعلمته تثبيت الفريق. تثبيت الفريق. تثبيت الفريق. كان الفرقة. حسين السيد. حسين عبداللطيف. نبيل محمود. عشرف قاسم. اصم مرعي. حافظهم. ايمان ويل. رضا عبدالعال. مصطفى نجم. ايمان منصور. قال لك هم دولة الفرقة. اخذنا اتنين دوري. الاحلال والتبديل. فانت الفرقة النهاردة. والغاية دلوقتي برضى. انت روح تجيبت كام لعيب. على مدار الموسم؟ عواد الاديم. اه. وبلحك الماسكين هم زم هم. فطح الله أديم. فطوع محمد عب شافي أديم. اسمه أحمد امام كان أساسي زيزو أساسي شيكابالا سيف الجزير يعني 80% من القوم موجود جبت الـ 14 اللعيب ليه وفيه 4 اثنين ألـ 16 اللعيب الإضافة والتبديل إحلاله التبديل ده بنسب بنسبة زي ما حصل على متخم مصر في الـ 16 أنا حكيتك الزمال كان زمان في التسعينات مصطفى عبدالخطيب وانزل سوشوت تاني فاسكوتي واخبالها ايه بعد كده حسام حسن وفلكس وانزل كوشري كانت قال لي بابو طلعت واخبالها ايه احنا متخب مصر زمان اما كانت كابت ان الجهور سبت فرقة راح يقصر يدون ايه يا كاس عالم كان الفريق كاس العالم معروفة بالاسم تمام فالنهاردة كم التغيير في هذا الحدث دور طبيعي ولازم احاجة يوم ما بيجيب لعيب لازم بقى احسن من اللي عندي لو انت بيتمسؤول دلوقتي في نادي الزمالك في الفترة الحالية مين اكتر اللعيب لافت نظرك هتروح تقول لا انا هتعاقد مع اللعيب دا اعتقد جمال نادي الزمالك بتعاقد معي انا بس اعت سؤال دا السبب كنت بتابع قبل كده فيلم وصائق صفقة انتقال لويس فيجو من برشلونة لريا مدريد على احدى المنصات يعني فرئيس النادي كان ساعتها لسه هو مش رئيس النادي فورنتينو بريز هو الرئيس الحالي وعد جمهور الريا مدريد قال لهم يا جماعة انا هجبلكم لويس فيجو دا من برشلونة فالناس ما صدقتوش بس البعض اللي صدقوا انتخبوا فعلا نفذ وعدوا انت من وجهة نظر بتشوف مين اللعب الفلطة اللي تبعا ما الاسماء في 2014 ما جبنا الفرقة كانت اه الناس وصلتوا بالصفقات بس كان لسه ما فيش جرقاي منحفني واحمد الشناو حارس المرمى واحمد الحيك واحمد الحمد كان عامل الموسم كويس مع السموحة تمام لكن مع تثبيت الفرقة وده حصل كان باس المرسي ايه وباس المرسي رأس الحربة اه كان فيه فترة انا برضو كان رئيس النادي انا انا الراجل مش مهزة اه الراجل ليه وضع ليه كياني طب طب اما أنا النهاردة يقول لي انت مش في عكور اه اروح البيت واحد يقول له كلمة يوم منازل بسط عند الصحفينا اللي تابعوا احمد سلمو مش في عكور جابني انا فوقت واخد برا صاحبي باقلت انا رايح دماجي ويعمل اللي عمله ام وانت راح امريكا عاد شهر انا واصلتي ام رجعت قال لي الدوني يا باي اذا وانت لازم يعني مش عايز امسك ام في وجود ابنه ما كنتش عايز تمسك ما كنتش عايز تمسك ما ممكن دلوقتي الجمهور زي ماك يقول لك النادي بحتاجت لممسك مش عايز تمسك فمش عايز تمسك تمام ما هو ممكن دلوقتي تقول لك قلت له همسك بس غير معلن انا حقيق بتعمل تصرف واحد اتنين تلاتة اربعة وانا موفقش بكبه تمام روحت عادت مع فيره جوه عملت له رجل طبعا طبعا طوله احنا انا اللي شاهدت جابت الفرق تمام تمام حقيق في ناس متسكنها حقيق احنا القوامل اساسي في اتنين عملنا قوامل انا عامل قوامل ثلاثة حراس مرمى اتنين بكرايت اتنين ناحا الشمال ستة مساكين اربعة دفندرات سبعة مهاجمين من روس حربة واربعة وثلاثة روس حربة تمام كانت سعيتها سيسي وباسم مرسي وحد كمان كان قال له واحد جايبه بالترتيب في الثلاثة كان باسم مرسي وهو بقى باسم قال له انا بقى هو قال له خدت حدي وفعل وفعل به هو رقموان ومع كل جمال الزمالك عايزين سيسي سيسي عبدالله سيسي روحت وجبته وفعله والله العظيم والله العظيم وانا بدخل سيسي ومعاه تلاتة سيسي جايبت هاتفارك اللي يقول لي من فيهم سيسي والله العظيم ده قل لي من فيهم سيسي ايو بس هو هو الراجل كان مدينا سلطة ايو من ديك الصلاحية انك تقدر يعني اديها بس خدت رئيس النادي في كل حاجة مفيش لكن طبعا الودن ده لا ده مش ادارة اخيرا عايز منك رسالة لعضاء الجماعية ومعه في النادي الزمالك والرسالة لجمهور نادي الزمالك واحنا من يختلف احنا اعضاء الجماعية ومعه انتم ناس محترمين جدا وكيان وقارج الزمالك طبعا اعضاء الجماعية دلوقتي عادت كبير جدا زي ما قلت لك احنا في الفين واربعتاشر كان خمسة وخمسين الف صوت خمسة وخمسين الف عضوية النهاردة احنا عدينا مية وعشين الف صوت يعني انت بتكلم في الضعف سبع سنين للأسف انتم ناس محترمة في اضافات جات زي القضاء والزباط والصحفيين وناس مجموعات كتيرة جدا ومحامين باضافة النادي الزمالك اتمنى ان يكون في محاسبة فعلية طلب الشخصي لفلوسكو ومالكو واسم ناديكو ده اشتغلوا لصالح نادي الزمالك جمهور نادي الزمالك يعني ربنا صبركو دايما وانعارف انتو جلدين وجمهور استحمل كتير وتعرض لحاجات كتير جدا لكن انا بقول لكو انتو اساس نادي الزمالك في كل شيء انتو صارتنا الحقيقية للنهوب بنادي الزمالك كابتن رحمل نورتون شرفتين شكرا امين شكرا شكرا اكيد انبسطت واتمنى حركة ان شاء الله سعيد بيك وبشكر الزمالة كلهم يوم سعيد ان شاء الله بشكرك شكرا جزيلا وانتو شرفتين شكرا دي كانت حلقتنا النهارده الهم جدا من بلاس تسعين كان بشرفنا واننورنا في الفقرة الحوارية الكابتن الكبير كابتن احمد سليمان عضو مجلس ادارة نادي الزمالك السابق وايضا مندرب حراس المرمى في المنتخب الوطني في العصر الزهبي لمنتخبنا اللي نكملنا العصر دي يرجع بكل تأكيد ان شاء الله بإذن الله نقابلكم يوم السابت واسبوع جديد من نفس البرنامج عشان شكاة النهار وبإذن الله حلقات جديدة أخرى تكون مميزة كالعدم نتشرف دايما بمتابعتكم تصبح على الفقير إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة